أعزاء المشاهدين أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلها طبعاً اليوم مثل عادة معنا الأخ رياض أمير البحث شجاع البغدادي خلونا نرحب فيه أول شيء أهلا وسهلا فيك أخي رياض حبيبي جان تحية لأيك وتحية لكل المشاهدين أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك أخي أصدقائي أنا بدي أعتذر عن حلقات مبارح كان المفروض يكون معنا للنبي سامي الديب الساعة خمسة بس نبينا اتصل فيني وقال القطارات من باريس عنده كان محاضرة في باريس وقطارات من باريس للسويسرا عاملين اضراب فاتأجلت سفرته وما قدر يحضر الحلقة ونعمل الحلقة فبعتذر اعتذر شديد وبعتذر عن حلقة الأخ رشيد كانت كمان لازم تكون ساعة 8 كمان اتصل فيني قبل ساعتين 3 أظن وقال لي في عندي مشكلة ما عم بقدر أتواصل بالإنترنت فأعزروني عزرا شديدا وأنا يعني أترجى قبول عزركم قبول عزري سوري أسف طيب أخي رياض خلينا نحن وصلنا لمرحلة المزنب اللي قضع الديناصورات وخلصنا من مرحلة الديناصورات في الحلقة الماضية من بعد مرحلة الديناصورات شو صار يعني لما المزنب ضرب الأرض مسح أو قتل خلينا نقول كل كائن يزن أكتر من 25 كيلو كل كائن كان يزن أكتر من 25 كيلوغرام انقرض يعني ما بقى يقدر تنفس كان تنفس صعب كتير فانقرض ومات انقرض كل كائنات اللي تزن أكتر من 25 كيلوغرام هالكائنات البقيانة اللي أصغر الصغار الفيران وأشبه الفيران وبدأ مرحلة الاستدييات ياريت نبدأ نحن فضح سؤال ممتاز جداً وبس حتى نعطي فكرة عن مدى تأثير هذي النيازك والشهب بالأخص النيازك والأجسام الكويكوبات اللي بتجي من الفضى فيه قبل فترة كان فيه تصوير سيارة في روسيا وبتعرف بروسيا من شان المشاكل اللي عندهم بالكار انشورنس التأمين على السيارات بيحطوا كاميرات صغيرة زي هاي الكاميرات اللي بنستخدمها نحن الويب كام بيحطوها على نقول احنا الديشبول على مقدمة السيارة قدام الزجاج فواحدة من هذه السيارات التقطت بالصدفة انه فيه نيزك داخل من الغلاف الجوي وعامل كرة نارية هي كانت وقت المغرب يعني الشمس نزلت وغربت غروب الشمس وشوية الضلام بس مع دخول النيزك صار شدة ارتفاع الحرارة طبعاً بسبب الاحتكاك ورغم انه النيزك يعني حجمه صغير مش انه يعني حجم كبير جداً يعني تطلع حجم النيزك بيقولك بحجم السيارة العادية السيارة لكن عملت وهج من الضوء وصار كأنما النهار برجع النهار مرة ثانية كأنما وقبل ما تلططن بالأرض هي انفجرت بالهوى انفجرت بالسمى بسبب الحرارة والاحتكاك والآخره وأصبحت مثل القنبلة الصوتية قنبلة صوتية يقولك ما فيه بناية ومحلات كل الزجاج تكسر وتناثر وحسوا العالم كأنما فيه هزة أرضية وكل هذه الخوف والرعب بس مجرد من نيزك صغير بحجم السيارة هلأ احنا بانقراض الدينصارات ما عم نحكي عن نيزك صغير بهذا الحجم عم نحكي يعني كويكبة مثل الكويكبة ولحد اليوم آثارها موجودة في خليج المكسيك لما تطلع على الخريطة من فوق تشوف كأنما هناك شبه دائرة من فلوريدا وانت ونازل على المكسيك ونازل على جنوب أميركا وترجع تلف على الجزر الكاريبية حاليا جزر مثل كوبا وغيرها هذه الآثار لا زالت موجودة فأنت حاول انك تتخيل مدى الدمار الشامل هذا عن جد هون رح نحكي عن الدمار الشامل والغازات المنبعثة اللي غطت الغلاف الجوي وبطل في يعني لهذه الكائنات الضخمة اللي هي بحاجة إلى الأكسجين بحاجة إلى موارد طبيعية أكثر بكثير مما تتصور والانحجاب الشمس وطبعا الشمس هي مصدر الطاقة فهذه واحدة من الأسباب اللي دفعت الديناصورات نحو الانقراض وهناك الآن دراسات أخرى تقول ربما وجود بواهر في مرض منتشر كان بيناتهم مثل ما بتقول فيروس طاعون أو شيء من هذه الأمراض اللي أصابت هذه الكائنات الديناصورات مع النيزك ومع الانفجار ومع هالإشياء كلها ثم ظهور الثديات هل هل دخلنا صار فيه شفت المصلحة من هذه الكائنات الضخمة الكبيرة جداً وانتخلت المنفعة إلى كائنات أصغر بكثير هذه الكائنات هي في الحقيقة أسلافنا نحن يعني لو لا هذه الكائنات لما ظهرنا اليوم ولا تشوفني أنا قاعد مع جان على هالتكنولوجيا يعني هذا الزمن والتاريخ كله كان تبدل وكله كان صار ممكن أن يكون مختلف تماماً عما نراه اليوم فالسؤال أهم سؤال أنه هل هذه فعلاً صدفة لأنها تبدو صدفة يعني بتشوف كويكب يلتطم بالأرض من إمتى لإمتى هالإشياء بتصير وبالإضافة إلى انتشار المرض غير أن هذا الشيء لا زال موجود لحد اليوم دائماً في عندك مثلاً هذا اللي كان قبل فترة يعني هذه لا زالت منتشرة لحد اليوم هذه الظواهر الطبيعية انتشار الفيروسات والأمراض والطواعين والآخرين ظهور الثديات ذات الخمس أصابع وشوف أنت لحد اليوم نحن لدينا خمس أصابع هذه الثديات ساعدت على ظهور أشباه القردة تقريباً فترة زمنية قبل خمسين مليون سنة وطبعاً هذه الثديات نقطة إيجابية ثانية لصالحها لديها كل هذه الجثث الهائلة من الديناصورات لكي تعيش عليها وتتغذى عليها وتأكل براحتها وأصبحت الطريدة والفريسة بنسبة منخفضة أكثر بكثير مما كانت عليه أثناء ظهور الديناصور يعني الديناصور كحجم يعني كحيوان ضخم يعني مجرد أنه يدعس برجله هاي فارة ماتت يعني كل الحيوانات الصغيرة خايفة من هالحيوانات الكبيرة وفي بيناتهم تحدي وفي بيناتهم الموارد والمصادر الطبيعية كمان في هذه من ناحية اقتصادية طبيعية لكن الآن خل الجو أصبح كل شيء في خدمة ولمصلحة الثدييات وهذه من هنا انتشرت انتشار فضيع جداً بهذه الفترة اللي هي قبل خمسين مليون سنة يقول لك وقتها حرارة الأرض كانت جداً جداً مرتفعة حتى أنه كانت في ناس مفكرة أن القطب الشمالي والجنوبي كان طول عمرها تلج وطول عمرها مجمدة ولا بس هذا ليس في الحقيقة يعني قصة اكتشاف بقايا مستحافات هذا اللي هي شبه سمكة وشبه زاحف برمائية بين السمكة وبين الزاحف اللي اسمه تيكتالك وين وجدوا التيكتالك؟ وجدوها في حالياً هي قريبة من القطب الشمالي لكن في على أيام هذه الكائن على أيام الكائن قبل ملايين السنين لم تكن بالشكل الجغرافي الذي نراه اليوم كانت أراضي غنية جداً بالنبات العشاب وتشبه الغابات الاستوائية تماماً إذا أنت شايف الغابات الاستوائية اليوم في البرازيل أو في أفريقيا هذه نفسها تقدر تتصورها نفس الشكل هي في القطب الشمالي والقطب الجنوبي لأنه توزيع القارات مختلفة تماماً كانت كلها ملتحمة مع بعض وطبعاً الشيء الغريب أخ جان وبدأ تعليقك أنه ليش المؤله لما تتكلم عن أنه في يوم من الأيام كانت هذه القارات كلها متماسكة مع بعض ومندمجة في قارة واحدة كبيرة وبدأ أقول لك شغلة أنه لحد القرن اللي فات يعني الف وتسعمائة وخمسينيات والستينيات ما كانوا الناس مقتنعين بهذه الفكرة لا أقول لك شغلة بس من خلال الرسم للأقمار الصناعية للسلسلة الجبال اللي موجودة في قعر المحيطات وبحكم دراستهم الجيولوجيا طولت المسألة كتير لف وأخيراً اقتنعوا بهذه هي كانت فرضية ثم انتقلت من الفرضية إلى النظرية اليوم أصبحت نظرية ما صار لأكتر من خمسين سنة بس يعني أنه بالإجماع خلينا نقول بالإجماع أنه العلماء اتفقوا على أنه فعلاً هذه القارات كانت في يوم من الأيام قارة واحدة كبيرة ما عندهم أي مشكلة بس تعال احكي لها على التطور والارتقاء اللي هي عندها دلائل أكثر بكثير لا عندهم مشكلة هون أصبح شيء تاني أخير يضع بصراحة يعني حتى الساعة هاي يعني الكرة الأرضية هاي القشرة الأرضية اللي كانت في يوم القارات الخمسة الماء معروفة يعني اللي كانت قارة واحدة لحد الساعة هاي ما يموقف عن الحركة يعني هي حركة نارشية أنا ما بعرف مليمتر كل سنة وكم مليمتر أو سنتيمتر بالسنة طبط يعني هلا مثلا القرن الأفريقي القرن الأفريقي في منطقة الصومال وأثيوبا هاي هالساعة هاي اللي أنا وانت عم نحكي فيها عم صير انشقاطات للانفصال من قارة أفريقيا كاملة يعني تطلع من قارة أفريقيا أثيوبيا والصومال هاي بسموها القرن الأفريقي صحيح المسأل المهم متوفي وأنه يعني بعد ملايين السنين بدأصير بشبه قارة لحالة أو جزيرة لحالة يعني الأوروبا رح تضرب بالأفريقيا عم تطلع لفوق لأوروبا البحر المتوسط رح يختفي رح تصير في الجبلية بدل البحر المتوسط يعني هلا اليوم شو اللي عم بيسبب هالأشياء هاي الطبقات الأرضية من تحت عم تتحرك كل ما بتتحرك حركة بصغعة ما زلزال يعني جبال الألب هي هي ضغط من القارة الهندية شبه القارة الهندية بآسيا فعم تطلع لجبال هاي ولقشة الأرضية يعني عم تتغير على طول لحد هالساعة هاي ما توقفت صحيح هنا بصراحة يعني إذا المؤمنين مصدقين هالمسألة هاي صدقني مو عن تفكير بس هيك يعني بركبوها بمخل بشوفوها أفريقيا وآمناك كالعامل إذا جبناه هون هيك بتطلعوا فهن بيسدوا بيهلم لأنه شاكين الصورة فقط يعني رغم أنه رغم أنه رغم أنه إحنا كمان عدنا شيء بعد أحسن من هيك عدنا عظام مستحافات لسلسلة من كائنات عم بتشوف قدام عينك كيف انتقلت من هذه المرحلة يعني انسى الدي ان اي وانسى الخارطة الجينية الورافية روح على المتحف أخذ لك حيوان مثل الإحصان أخذ لك حيوان مثل الدولفين أخذ لك حيوان مثل وحتى الإنسان والبني آدمي لأنه لحسن الحظ عدنا شوية عظام من قبل كم مليون سنة لهذا المكتشفة في أفريقيا وفي أثيوبيا وفي جنوب أفريقيا بس خلينا من الإنسان يعني احكي عن الحوت وتشوف أنه من خلال الهياكل العظمية بس يعني أنا مش مختص ولا أنت متخصص لكن من أنا صغير بمجرد النظر والمشاهدة والمعاينة لأنه هم بيحطوا لك هذه الكائل يعني الهياكل العظمية واحدة جنب التانية واحدة جنب بعض بيحطوهم جنب بعض وتشوف التسلسل قدام عينك يعني بضرب لك مثل هون بكندا واللي حسن الحظ قريبة عليها في منطقة اسمها The Burgess Shell ما بعرف شو ترجمتها بالعربي The Burgess Shell سفح من الجبل منهار سفح جبل من هاي جبال الروكي منهار وصارت عندك مبين مكشوف طبقات جيولوجية عبر الحقب الزمنية الطويلة جدا اللي هي من هون اكتشفوا العصر الكامبغي والحيوانات والكائنات اللي كانت عايش بس الشيء الحلو يا جان أنت تقف أمام سفح الجبل تراها مشاهدة ومعاينة مباشرة ولكن بالحقيقة الشيء الجميل أنت تنظر إلى ملايين ملايين الملايين السنين وليس هذا فقط ولكن تنظر إلى المتحجرات ظاهرة ومكشوفة حالة طبيعية لم تحدث إلا في الصين وهنا في كندا لا أعلم إن كانت هناك دولة أخرى لديها هذه الحالة مش فقط أنك تشوف الطبقات الجيولوجية لا 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 أنت تشوف المستحاثات المتحجرة أمام عينيك فتشوف الكائنات البسيطة مثل هذه رح نتكلم عنها بعد قليل هذه واحدة من الكائنات في العصر الكامبري وتشوف الطبقة اللي فوق منها صارت شوية كائنات شكلها معقد أكثر مبين من بس مجرد من النظر بتشوف الطبقة الجيولوجية اللي أعلى منها كمان كائنات أكثر تعقيدا بتشوف الطبقة الجيولوجية كمان بتشوف إشياء غريبة وظهور مثل ما هلا عم نحكي الثدييات وتشوف حتى في عظام لديناسور حالة غريبة جدا أنت عم بتشوف تاريخ مرسوم رسم قدامك على سفح الجبل هذه موجودة هون اسمها بيرغس شاو وفيها الآن موجودة في الصين تفضل أخي رياض في مصر يعني لما كانت أفريقيا وأمريكا كانوا عم بنقسمه أصلا أرض مصر أرض مصر بنعرف المصرية يعني الشمال شمال جنوب القارة الأفريقية الأرض تبع مصر أصلا كانت بقعر البحر كانت يعيش فيها هاي كائنات صدفية بس دقيقة واحدة حط نحضر لها هاي كائنات صدفية كانت تسمى نوميلايدس وما هي مصنوعة من الكاليسيوم والكربون يعني الصدفات تبعها مصنوعة من الكاليسيوم والكربون فعبر السنين هذول يموتوا الصدف تبعهم يتراكم في قعر هالبحر هذا عبر السنين تشكل حجر اسمه الحجر الجيري بالعربي بسموه لين بالإنجليزي ومن عجائب يعني من الشغلات الجيدة الرائعة ممكن هلا تروح انت على أي حجر من حجر لأحجر الأهرامات وتجيب عدس وتقرب وتلاقي الصدفيات هاي الأحجار هاي أصلا مصنوعة من صدفيات الكائنات البحرية اللي مات اللي صارت حجار نهاية الهرم ذات نفسه مصنوع من هالحيوانات هاي ما عدا بترول وتعرف الأشياء هاي كمان مضبوط الحق معك يعني ذكرتني أيضا بدول الخليج اللي هي حاليا صحراوية لكن وجود البترول دليل من الأدلة على أن هذه المنطقة الجغرافية في يوم من الأيام كانت غنية جدا يعني هذا دليل على أن الكرة الأرضية في حالة تغير مستمر وما في شيء بيضل على حاله وهنا من منطلق التغير يدخل في فكرة التطور والارتقاء إن كان هناك تغيرا بيئي إن كانت هناك ظروف متغيرة من زمن إلى زمن لابد أن تفوت معها تغيرات أخرى تنطبق على الكائنات وهذا مش بس التطور موجود في الطبيعة موجود حتى بالفكر الإنساني موجود حتى بالتاريخ الإنساني حتى في الأديان عندما تنظر إلى الدين تشوف الدين عم يتطور من تشوف الحضارة البابلية كيف كانت الفكرة عندهم وكيف انتقلت بعدين شوية شوية وصارت باليهود اللي راحوا بالسبيل البابلي وتعلموا وأخذوا طوروها شوية بلاش ما الإله يكون هلأ مثلا منحوت من صخر راح نخلي الإله عاعد في غرفة يسموها قدس الأغداس في هيكل سليمان في أورشاليم وبيطلع الكاهن مرة بالسنة بيثبح ويرش الدم كفارة عن كل خطايا حتى بس أنه الله يعني يرفق فينا ويسامحنا هون الفكرة عم تتطور وبعدين شوية شوية المسيحي ويجاء المسلم نزه هذا الإله من كل شيء لا ما بدنا لكن حافظ على بعض الإشياء قال لك يجلسوا على العرش استوى شالحة تعرف يعني خلاص هو مكانك فوق طيب شيء أعطى تعرف أكيد هلأ المؤمنين هلأ أنت قلت أنه كل شيء عم بتغيره شيء فأجتني هاي كلمة المؤمنين يقول لا يبقى على ما هو إلا هو لا يبقى هم مصرين على يعني مصرين على أن الشيء بيضلوا على حطة إيدك يعني شوف 1400 سنة فترة مش هينة يعني فترة مش بسيطة وبدك تطبق علي شريعة من قبل 1400 سنة اليوم بعصر التكنولوجيا والإنسانية المتقدمة ما بيصير ما بيجوز إذا هي الطبيعة نفسك تقول لك غلط أنا الطبيعة وعم بتغير أنت يا إنسان اللي عندك مخ ليش ما تتغير مثلي إذا أنا الطبيعة وعم بتغير مثل ما أنت شايف أنت كمان لازم تتغير هو عم بتغير يعني مثلا كان أبو هريرة ما يتواصل مع النبي مثلا بالفيسبوك فهن أتباع محمد صاري تواصلوا بالفيسبوك يعني عم بتغير على أخي رياض خلينا نقول العالم المعروف حاليا عالم اللي شايفين القارات الخمسة بجباله بأنهاره بكل أشياء المعروفة معروفة حاليا الله إيه ما تبدأيت إيه ما تبلاشت هالمرحلة هاي من عشرة مليون سنة تقريبا أصبح الكوكب يبدو كما نشاهده اليوم يعني فيك تميز نهر النيل عن الفرات عن دجلة عن هذه ما كانت يعني إلا من فترة بالزمن الجيولوجي تعتبر فترة بسيطة بالنسبة لأيلي ولا إليك هي فترة واو عشرة مليون سنة فيقول لك بعدين مثل أنت تفضلت وقلت قبل شوية جبال الهيملاية اللي تكونت سلسلة جبال اللي موجودة في بين القارة الهندية وبين القارة الآسيوية المحيط الهادي والأطلسي والتيارات المائية الدافئة تتخلل من بين المحيط إلى محيط يوقفها فترة زمنية كانت رأخاء وجميلة جدا للكائنات الحية لكن جاءت فترة بسبب اختلاف محور الأرض قليلا وبعض التغيرات الفلكية اللي تسببت الآن في ظهور فترة جديدة لا تخطر على البال اللي هي العصر الجليدي فترة العصر الجليد الجليدي يعني الجليد التلج يغطي القشرة الأرضية بس من أسباب هاي أخي رياض يعني الأسباب اللي أدت إلى العصر الجليدي هو التقاء ظهور جزر بركانية بين جنوب المكسيكية بين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية حتى التصق لما التصقوا الأمريكا الجنوبية والشمالية بهالفترة هاي التيار الماء اللي كان المحيطين يلتقوا فيه كان مسبب يعني كان مركز خلينا نقول حرارة الأرض فلما صارت جا السلسلة الجزيرية خلينا نقول صار جزر بعدين أطعت صارت يابسة كاملة فهالسلسلة هاي اللي أطعت المحيط الأطلسي من المحيط الهندي الهادي هاي أثرت على حرارة الأرض تأثير كبير يعني حتى بردت الأرض ووصلت لمرحلة العصر الجليدي كان بوقت الإنسان وصلان تقريبا من أوروبا وسيبيريا ذات الوقت أما أنت عندك عصرين جليديا مش بس عصر واحد أحنا عم نحكي على اللي قبل سبع مليون سنة هذي أول فترة للعصر الجليدي أسف أسف هي فترتين أسف أسف أحكي على الفترة الأخيرة سبقتك معنا ليس فقيتني لأقدام شوي مستعجل أوي يعلم ده لسه عندنا الكسما لوجيكال كونسيتانت ولسه عندنا حقات كتيرة يعني عايدني عايدني لم أقبل أن تمر نرى للكلام أنا خايف الناس الكسما لوجيكال كونسيتانت ناخذ فيها بركة في كل حلقة ناخذ فيها بركة الودة مصحرة لا مجهز لحلقات لسه في مفاجآت جاية بالطريقة لكن المهم نرجع إلى موضوعنا فمثل ما تفضل عزيزني جان هو محق هو عم بيتكلم هون عن الفترة الجليدية الأول عصر الجليدي الأول مثل ما تفضل تماما هناك القارتين هذه التغيرات بتكتونية الألواح هي تأثر على المناخ بشكل عام جداً أنت عندك رياح في هذا المسار المعين عندك رياح في هذه المسار تغير السلاسل الجبلية التي أصبحت الآن تصد هذه الرياح وتغير من مجرى هذه الرياح بدل ما تكون شمالية جنوبية أصبحت شرقية غربية مثلاً مثلاً هذه أكيد ستسبب اختلاف وتغير في الطقس والمناخ وكنتيجة ظهر ما هو معروف بالعصر الجليدي أيضاً ساهم في انقراض يعني نسبة كبيرة جداً من الكائنات احنا تكلمنا في الحلقة اللي قبل هيك خمس مراحل انقراض للكائنات بشكل عام منذ بداية نشأة الحياة وهذه واحدة من الأسباب العصر الجليدي ثم لحسن الحظ رجعت الظروف تغيرت من جديد من 7 مليون سنة هذه الأشجار الآن اللي تكلمنا عنها هي حتكون السلف اللي موجودة اليوم في أوطاننا نحن في شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط اللي هي البترول أو الخام ولكن بدل الأشجار ظهرت الأعشاب الآن أصبح عدنا عشاب اللي هي شبيهة جدا باللي نحن نسميها السافانة العشاب السافانة اللي معروفة في أفريقيا وبالنسبة للأعشاب اللي موجودة في المناطق القوقازية وأوروبا هي يسموها ستيبس أنا لازلت منذكر الستيبس والسافانة طيب السافانة هون بدنا شوية يعني ندخل على الكائنات الحية شو صار يا ترى من هذه الثديات اللي كنا عم نحكي عنها قبل شوي في حيوان اكتشفوه بأعتقد في ألمانيا إذا أنا مش غلطانية I think it was in جيرماني وهاليوم سموها إيدا أعتقد ما بعرف كيف اللفظ بس إيدا يعني إي اي دي يعني نحن بالعربي كانا ما تقول عايدة مثل ما تقول عايدة إيدا إيدا هذا الكلام مش من جبي بس المختصين يشوفون التركيب العضوي والتركيب الجمجمة والهيكل العظمي لهذا الكائن لأنه لحسن الحظ بقت هذا الكائن شبه محنط إيدا وإيدا أصغر حجما من القرد اللي تشوفها اليوم هذه النسانيس اللي احنا نشوفها على الأشجار والقرد المكاك وغير المكاك صغيرة الحجم هذا بحيث أنها كانت لا زالت شبه محنط من سبعة مليون سنة والمختصون يقولون ربما هذه يعني واحد من السلسلة واحدة من السلف الذي يتبع ظهور أشباه القرد وأشباه البشر وأشباه الإنسان فهذا لأنه مكوناتها العضوية بحيث أنه حتى الجلد لا زال كان الصوف لا أعرف ما تسميه نحن بس محنط بشكل لا بأس به محنط بشكل جيد جدا ظروف طبيعية طبعا بالنسبة للظروف الطبيعية هذه من سبعة مليون سنة وهنا الفرضية العلمية بأنه لا داعي الكائن مفطر أنه ينزل من الشجرة لأنه كان يتنقل من شجرة إلى شجرة لحتى يعيش ولحتى هذه البيئة هكذا لكن الآن البيئة تغيرت طيب هذا الكائن شو رح يعمل حيضلوا عايش على الشجرة ومقطوع أكيد لازم يحاول ينزل ويستكشف طيب الحشائش السفانة مرتفعة نسبيا يعني اليوم في أفريقيا ممكن أنت تفوت في وسط هذه الحشائش وتغطيك وما ينشاف منك شي لأنها مرتفعة جدا قد تصل إلى ستة أقدام سبع أقدام يعني عالية جدا هذا الكائن بالمقابل أكيد حاول أنه يقف على رجليه الخلفيتين حتى يرفع وينتصب الانتصاب لها منافع الانتصاب أنه يقف فيشوف الحيوانات المفترسة من جهة اليوم في أفريقيا في كائن اللي هو مير كات بالإنجليزي ما أعرف شو ترجمة المير كات بالعربي شكله ضريف وجميل ويشبه القطة من جهة ويشبه يعني ما أعرف ما هي التسمية العربية لهذا لكن يقف منتصبا هو وأولادها والعشيرة كلهم واقفين كده ويطلعون يمين وشمال وخايفين ومرعوبين وبس يسمع حس على طول يديله يهرب يجى والبعثية يجى ميشيل عفلف يهرب هذه أسد ومن عم وصدام فأكيد هذا رح يعطي أدفانتج لكن هنا العامود الفقري طبعا الأساس أنه يمشي على الأربع أطراف هل لدينا يا ترى اليوم علامات تبين أنه هناك رغم التكيف مع البيئة بعد مرور كل هذه الملايين من السنين نحن أنا وأنت اليوم كبشر ننتصب يعني نقف منتصبين هذا اللي يميزك عن نسبة كبيرة من الحيوانات أنك تقف منتصبا على رجليك لكن العمود الفقري لا زالت فيها آثار بقية باقية من الوظيفة اللي كانت تقوم عليها الآن أيام زمان على أيام أسلافنا لأن أسلافنا ما كانوا يقفون منتصبين كانوا يعتمدون على الأربع أطراف كلها فلذلك تشوف لحد اليوم أن العمود الفقري يحاول أنك توقف ساعتين ثلاثة بدون ما تجلس على الكرسي وخصوصا إذا أنت كنت حامل أثقال على الطول رح تحس بوجع وألم في عضلات الظهر بسبب الشكلة طبعا المشاكل الظهر عندنا آخ ظهري وآخ ظهري يعني هذه في كل الثقافات وفي كل البشرية والإنسانية حول العالم وهلأ صاف عندنا التكنولوجي عم بيعملوا لك هذه اللزيك اللي تعمل لك شوية حرارة للعضلات ما بعرف شمال هذا اللاصق اللي نحط على ظهرنا أو نحط على العضلات اللي بتواجعك في جسمك تعطيك شوية حرارة وتلين العضلات شوي يعني هذه بالفعل كنا بسوريا نسمي لزقة الأسد ما بعرف لزقة العرب طيب أنا بداس لك سؤال أخي رياض هلأ عمنا نحن خمس أصابيع الخمس أصابيع هي شوفها شو ساوت بالبشرية شو قدمت شو شو فوائد الأربع خمس أصابيع بالإنسان يعني شو تأثير على المخ خلينا نعم استخدام الخمس أصابيع الشي أكيد أنه مع الإبهام إصبع الإبهام فهذه المسافة اللي موجودة بين إصبع الإبهام والسبابة ساعدت على التمكن من المسك بالأشياء والمسك بال اللي بعدين فيما بعد يعني صارت أدوات مثل الصخرة أبسط شي أنك تمسك بإيدك صخرة فطبعا أيضا هناك فرضيات علمية أن هذا استخدام الصخر في عندك دافع طلب وحاجة دافع الطلب والحاجة كل ما حسنت أكثر من هذه الصخرة بمثلا الصخرة خلينا نضرب مثل الصخرة البحصة أو شو سميها بحسب اللهجات العامية هذه الصخرة الحجرة هذه الحجرة مكسورة ولكن بعض الأطراف منها حادة جدا هذا الطرف الحاد يعني تخدش جلد تشوف صار عندك جرح انجرحت لأنه الطرف جدا حاد ضربت أنه عنده شوية انتليجانس قالك إذن هذه ممكن أستخدمها في قطع وممكن أستخدمها ربما في الفريسة المصطاد الصيد أو حتى بالرمي وهذه الأشياء في الرمي وشوية شوية مع الوقت أصبحت أداة اللي نقول بالإنجليز tool it's a tool هنا العلاقة بين المخ وبين ما أنت ممسك به بيدك والمخ عليها ضغط هذا الضغط أنه نريد دافع أنه هذا الكائن كل ما حسن من استخدام الأداة كل ما كانت لمصلحة هذا الكائن أفضل بكثير وكل ما ساعدت هذا الكائن على التأقلم نرجع ونعيد ونقول نفس الكلام التكيف والتجانس مع الطبيعة فهل يا ترى وهي لحد اليوم يعني فرضية بس هل يا ترى استخدام الأدوات بفضل الأطراف الخمسة مثل ما تفضل أخونا جان واستخدام الأدوات أبسط أداة لحد الآن هي الحجر الحجر والصخر وهذه الأمور بعدين طبعا شوية شوية مع الوقت شاف إذا ركبها على عصايا هاي بدايات ظهور الرمح رمح يعني عصايا وفوق منها صخرة حادة تعلم كيف أنه يستخدم بعض النباتات اللي على شكل حبلية هناك نباتات حبلية استطاع أنه يقدر يلف ويعمل منها نحن اليوم نشاهد حتى الشمبانزي يستخدم الأدوات الشمبانزي يستخدم عصايا مثلا هو يحب مثلا أنه يأكل النمل يحب يأكل النمل فيشوف بيت النمل حفرة في الأرض بس هو طبعا ما في طول لأنه هذه الحفرة الفتحة صغيرة جدا فيروح يجيب لك عصايا رفيعة ويدخل العصايا إلى داخل الحفرة يطلع النمل يسحب العصايا ويمتص النمل وياكل فقدر أنه يتوصل إلى فهم ودراية أنه يستخدم هذه العصايا كأدات وهنا نفس الفكرة إذا هي ممكنة للشمبانزي فهي ممكنة أكثر أيضا لأسلافنا من البشر أسلافنا نحن هو من هنا الفكرة أنه المخ يحاول التحسين أو يحاول أن يعطي أدفانتج أو صلاحية أو استنفاع أكثر كل ما حاولنا أنه نستخدم الأدوات فهنا العلاقة بين الأطراف الخمسة الأدوات والمخ وطبعا هناك فرضيات أخرى فمعرف إذا هذا يجيب على سؤالك وطبعا أهم اكتشاف من بعد الأدوات هو اكتشاف النار أليس كذلك أخي جان النار قابل من 100 ألف يعني النار بالفعل النار شيء مثل مرؤول النار اكتشف الإنسان 800 ألف سنة ولحد هالساعة هاي اللي نحن فيها هي أهم تكنولوجيا اكتشف الإنسان يعني اكتشفوه أسلافنا حتى قبل ما يكونوا بشر طبيعيين يعني في لغة في تواصل أو أهم شيء اكتشفوه هو النار يعني لحد هالساعة هاي النار هو يعني مسلا هلا السيارة اللي بنمشي فيها لو لالنار طاقة النار اللي عم تدفع الحرارة هاي السيارة ما مشت الطيارة ما مشت الكهرباء هالأشياء كلها يعني نقول خصوصا الطبخ الطبخ يعني أثر كتير على نمو المخ يعني لما اليوم اليوم ساوي تجربة بسيطة الجزر جيب جزر مي وجزر مغلي الفيتامينات الموجودة بالجزر الناي والفيتامينات الموجودة بالجزر المغلي نفس الشيء لا تتغير يعني وحسوب الوقت الجزرات المائية وكل الجزرات المطبوخة وحسوب الوقت رح تلاقي الوقت أقل من 10% أكيد الجزرات المطبوخة ممكن تأكلها بهالسرعة هاي وتحافظ على تاخذ السعرات الحرارية المطلوبة بوقت أقل وبجهد أقل فالنار ساوي هذا يعني طبعا الدماء والجسم الإنسان محتاج لبروتين مهم لنمو الدماء فكان يطبخ الأكل مثلا اللحم خصوصا فاللحم لما تأكلها نيئة مستوية غير لما تأكلها نيئة يعني تنطبخ تأكلها بسرعة أكتر وهذا ما أدى للإنسان للقططرات السريعة تأتي للدماغ أظن طبعا ممتاز ممتاز 100% على قالتنا حد شيك مطر صيف حد شيك 100% مضبوط مضبوط وطبعا البروتينات شو عم تغذي عم تغذي المخ بالمقابل يعني سلم وستلم في استفادة والتغذية هي أهم شي في الكائن إن كانت التغذية جيدة والتغذية على ما يرام فهنا ممكن تتوقع من أعضاء الجسم أنها تنمو نموا أفضل جيل بعد جيل شي أكيد رح نتوقع ظهور تحسينات وتعديلات أفضل وأفضل وأفضل والانتخاب الطبيعي يحافظ على هذه الإيجابيات وهذه الإيجابيات طبعا إن تدخل في الحمض الشي سمونا الوراثي الجيني تنتقل إلى النسل والنسل إلى نسل طبعا أكيد مرت عليك يا أخي جان نفس السؤال اللي دائما ينطرح عليها دائما في البرامج أنه طيب ليش يا زلمة الحد اليوم القرد لا زال عم بيخلف قرد وما شفنا قرد عم بيولد إنسان بس بدي أعرف أنت جان كيف بترد على هذا السؤال من عندك بصراحة 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 يا برياض أنا حكيت بهالموضوع كتير يعني ما بعرف خصوص هالجماعة المؤمنين يعني هن فكروا أن كله لوح محفوظ يعني ما في شي بتغير فأنا 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 قرد يولد طبعا بدي أجيب قرد لك أبدي أجيب سعدان المسؤول يعني لو يفهموها بالشكل التالي خلينا نقول يعني اليوم فيه ثديات فصائل كتير يعني مثلا خلينا ناخد قطط ناخد فصيلة الكلاب فصيلة الحمير والبغال وهل ما شابه خلينا نشوف فصيلة الكلاب الكلاب فيه الديب فيه التعلب فيه الضبع يعني هل ثلاث أشياء وأظن إذا فيه أنا نسيان أنواع أخرى من هل الفصيلة ما بعرف تذكبني مثلا خلينا نقول فصيلة الحمير والبغال في الحمار في الحصان في البغل في يعني في الغزال أو في أشياء هيك ماشية خلينا القبط مثلا في الأسد في النمر في الفهد وفي القطة الصغيرة بنعرف البسس هاي فكل فصيلة يعني كل فصيلة في أنواع نجي فيه فصيلة شيء اسمه قردة نشئنا ونقبنا في شيء اسمه قردة فيه البابون فيه الغوريلا فيه الشامبانزي فيه بلا فيه أنواع لا تعد ولا تحصع حتى فيه من القردة بشكل فارض تقريبا إيقال صح نظر أنواع كتير يعني غير مثلا الكلاب ودول 3-4 أنواع أنواع القردة كتيرة جدا يعني أكتر من 50-60 ما بعرف بالضبط عدد بس عدد كتير الأنواع نوع من هالأنواع فيه شامبانزي دي ولا شامبانزي كيف تطور هالشامبانزي هذا ما بنعرف يعني نحن شايفين اللحظ هالله ممكن استعمل عقله بأشياء بسيطة ممكن طالع النمل بأدوات هو إذا هو اخترع هو فكر فيها ممكن يعني تعطي قنينة ويفتح الغطأ هو هذا الإنسان يعني دي هالخمسة صابيع اللي بستعملها في عندك الغوريلا الغوريلا بختلف عن شامبانزي في عندك البابون بختلف عن شامبانزي ولكن نسبة الزكاء وحدة تقريبا ومع هالفصيلة هاي كل هالأنواع هاي في شيء اسمه إنسان يعني في شيء اسمه إنسان هالإنسان يوم الأيام كان درد بحجم مخه بنفس حجم الشامبانزيل هلا شايفينه نحن أو الغوريلا أو البابون وغير هالأنواع هاي صحيح الإنسان بحكم ظروف الأرض اللي كان موجود فيها بالقرن الأفريقي هلا حاليا المنطقة الحالية الجزور هي من أثيوبيا يعني جزور إنسان من أثيوبيا بعدين صارت الهجرات من شيء تقريبا خلينا نقول مئة ألف سنة يعني وقتا كان عدد البشر كل عشرة آلاف يعني نعم فالإنسان هذا نوع من أنواع القرى دي نعم الرئيسات نوع من أنواع الرئيسات يعني هو قرد والجومبانزي قرد والغوريلا قرد بس نوع إنسان في غوريلا في شمبانزي وهل إنسان هذا حسب ظروف الأرض الموجودة طلعت يعني من عشر ملايين سنة طلعت الأعشاب السهول سهول العشبية فيها أزهار فيها الأشجاة صارت انقرد بأماكن فاسحة كتير صميناها السهول صارت لعا سهول فالإنسان يمشي مثل ما فضلت حضرتك وشرحت ومن وقت أبلش الدماغ البشري يكبر يكبر حسب الاختراعات حتى وصل للنار يعني الحقبة الزمنية تبعيت العصر الحجري ولاحظ أنت هون الحقبات الزمنية بتكون طويلة بعدين تقصر تقصر حتى وصلنا لهالساعة هاي إنو الحقبة الزمنية صارت فرقة ثانية يعني مثل الانترنت يعني ما صار لكم سنة سيد فقاعة كبيرة فالحقبة الزمنية الأطور هي العصر الحجري يعني تم الإنسان مليونين وستمئة ألف سنة يستعمل للحجر هي التكنولوجيا الوحيدة اللي يعرفها حتى اخترع حتى اكتشف النار وماتشاف النار صار المخ يزيد كبر حجم خلال ستمئة ألف سنة وصل لمرحلة صار الإنسان الحالي يعني المخ المفكر صارت يساوي أصوات معقدة صار فيه شيء اسمه لغة أول إنترنت ثم لما بدأ الإنسان يحكي ويعني صارت يصل معلومة بدل ما كان الإنسان بالصيد مسلا كان يصطاده يعتمد على الخبرة الزاتية لشخصه وجود اللغة سمح أنه كل إنسان يشرح خبرته لغيره فصار غيره ياخد خبرة الإنسان التاني بدون ما يمارس الخبرة عن طريق الكلام صحيح وهذا النقطة المهمة اللي لازم يتذكرونها مثل ما تفضلت تماما خيجان أنه الإنسان أيضا حسب التصنيف في علم الأحياء هو نوع من أنواع الرئيسات اللي هي بالإنجليزي فأنت لما تسأل هذا السؤال يا أخي كأنما تفصل الإنسان في جهة وبقية الفصائل في جهة أخرى وكأنما نحن في كوكب وكأنما هم في كوكب آخر ولكن هذا غير صحيح مثل ما بيّن ووضحنا خيجان وكل الشكر والتخدير على هذه المعلومة أن الإنسان واحد فرع من فروع هذه الكائنات الأخرى نحن في عائلة واحدة ابن خال ابن عم هكذا من عائلة واحدة الشغلة الثانية أنه بعض الناس بينسوا كأنما الإنسان الحديث هو اللي ظهر وخلص وصار فيه إنسان حديث هومو سيبيان من البداية لا لازم يتذكر نقطة أخرى أنه كان فيه أنواع بشر وليس فقط نوعية الهومو سيبيان يعني كان صدق أو لا تصدق من فترة لا تتجاوز الميتين وخمسين ألف سنة نحن أجدادنا كانوا يشاركون هذه الموارد الطبيعية مع فصيلة أخرى من الإنسان اسمه النياندرثال هم مفكرين أنه النياندرثال هو نفس الإنسان الحديث لكن هو متخلف وهذا متطور لا هذه فصيلة مختلفة تماما عن فصيلته فصيلتنا أحنا نحن يعني مثل الغصن اللي في الشجرة غصن طالع يمين وغصن طالع شمال ولكن يلتقون في الجذع والجذع هو السلف المشترك بين الإنسان الحديث الهومو سيبيان وبين الإنسان النياندرثال هناك سلف مشترك كيف عرفنا ذلك؟ رغم أنك إذا بعلم التشريح حطيت العضلات والجلد والشعر والعيون وكل شيء صدقني ما رح تعرف تميز بين الإنسان الحديث وبين النياندرثال وأنا أعتقد أن هناك بعض لا زال النياندرثال موجود في بعض الدول ينتصبون المناصب ويتحدثون حالهم حال النياندرثال لا فرق بينهم وبين النياندرثال لأنك لو شفت النياندرثال بالشارع ما رح تعرف تميز بينه وبين الإنسان يشبهنا تمام الشبه لكنه من فصيلة أخرى دماغه حتى حجم الدماغ يختلف كيف عرفنا؟ لحسن الحظ وبسبب التكنولوجيا قدرنا أنه نأخذ عينة من الدياني لأنه لدينا عظام النياندرثال لا زالنا في هذه الفترة الزمنية الميتين وخمسين ألف سنة لا زال في استطاعتنا الحفاظ على بعض أجزاء من الدياني التي هي لا زالت موجودة ولم تتحلل ولحسن الحظ عندما نقوم بمقارنة الحمض الشريطي الوراثي من النياندرثال ونقارنها بالإنسان الحديث فرق شاسع صدق أو لا تصدق نسبة التقارب بينك وبين الشمبانزي طلعت أكثر من بينك وبين النياندرثال رغم أن النياندرثال يشبهني فالمسألة إذن ليست بالشكل إذا أنت مفكر أنه تشوف الشمبانزي وتقول يا أخي هذا شكله يختلف أوكي عنده عيون وعنده منخار وعنده وإذن وبصمة أصا بس يختلف شوف الشعر وشوف البطيخ هاي فاي عندي عندي صراحة أنا صار لازم أعرض الصورة اللي تكلمنا عنها الحويني الأخرى أو هلأ ذكرت الصورة خلونا بس أطالعها ونعرضها فنشوف الشيء اللي متل ما بقوله الصورة أين أنت يا صورة يلا دقيقة واحدة لنشوف إذا في أي فوارق متل نقلت الشكل الواحد يعني خلونا نشوف بس دقيقة واحدة أصدقائي آه هاي صورتنا بس قبل ما يشوف الصور النبه المشاهد اللي عم بيشرب شيء أو اللي عم بياكل كرز أو فستو دير بالك لا تتشرد من الضحك بشان ما تضحك يعني اتفضل سبحان الخالق يا أخي يا أخي يعني نحن كل ما هلشوف العيون خضر والحراج والذقن والشكل قمر يعني أقمر أنا أود أقول شعر في يعني بصراحة أصدقائي يعني نكون واقعيين شوي هذا أكبر أكبر دليل على التطور والارتقاء الدارويني يعني هل من المعقول يا جماعة واحد شوف الصورة هاد ويتم ينكر نظرية التطور يعني ما بعرف هما شايفين الصورة جان ركز شوي عم يشوف الصورة أنا لازم يكون عم يشوف يعني عندي اختفت لأنه اختفت الصورة الصورة موجودة بصراحة المهم هلا شوفت اي ارجع ارجع مرة ثانية لأنه اختفت اي راحت واجت راحت واجت اوكي خلص المهم شافوا الشباب يعني يعني العين اليوم شفتوا افريقيا وامريكا الجنوبية يعني شفنا التقويص هذا قلنا اوكي صدعنا انه الافريقيا كان جزء من امريكا الجنوبية وطلعت ليش ما مشوف التشابه العميق بين الانسان والحيوانات هاي يعني الكائنات هاي مثلا الجامبانزي ولا الغريلا وكل شيء شوف العين غير غير الطيور الطيور مثلا بتشوف على هار الطرف هاي الانسان بيشوف لقدام اغلب الحيوانات بتشوف هيك نحن فصيلة القرى ده بالتحديد بتشوف لقدام نحن ويعني كتير اشياء الخمس اصابيع الوقفة يعني اي قرد من القرد انسان شامبانزي ولا الغريلا ولا بتلاقي في لحظات بيوقفوا بردد يعني على نفس طريق الانسان صحيح صحيح كتير بتشوف بشر بمشوا على اربعة يعني مانا شايفين بشر ميشين على اربعة امراض او اشياء من هالقبيل هاي يعني بنفس طريقة القرد اللي نحن بنسميهم القرد صحيح اذا في عندك شي تضيفه اخي رياض لا سلامتك نفس الكلام اللي تفضلت فيه مية المية بس انه نبه انه كان فيه فصائل من البشر مش بس فصيلة وحدة وكل فصيلة الى اسم يعني مترجع بالزمن اللي وراء ما رح تشوف الانسان الحديث فقط لا رح تشوف انسان حديث ورح تشوف انسان قديم اللي هو النياندرثال ورح تشوف انسان اسمه الهومو ارغاستر حتشوف انسان اسمه الهومو هاديلس رح تشوف فلورنس مان اللي من جنوب نوع من البشر مختلفين تماما لكن الظروف سائبت الظروف سائبت انه يستمر الانسان الحديث بسبب عقله هو الذي تمكن من الاستمرار ودير بالك هناك اشارات للتزاوج اللي بين الانسان الحديث وبين النياندرثال لانه في الاوروبي الانسان الاوروبي وحتى الانسان الشرق اوسطي لما ياخذ عينه من الديان في نسبة تشابه 3% من النياندرثال موجودة فينا احنا يعني ديان اي من النياندرثال اللي هي خاصة فقط بالنياندرثال مش موجودة عن بقية البشر لكن موجودة في حفنة من البشر في الوقت الحالي ربما انا احدهم لانا انا من الشرق الاوسط والاوروبي اكثر شيء الاوروبي عندهم نسبة 3% من الديان النياندرثال ربما كان في فترة من الزمن تزاوج بالضبط مثل الاحصان ويكرم السامع الاحمار يعني هناك تزاوج بين الاحصان وبين الاحصان فهذه ايضا لازم نأخذها بالحسبان واخر كلمتين انه فرضية ظهور الانسان الحديث من افريقيا من قبل حوالي 100 الف سنة وكما تفضل الاخجان كل البشر اللي في العالم يرجعون بالأصل الى هذه المجموعة البسيطة اتفضل خييجان ما عندي شي طبعا اصدقائي انا رح افتح الاسكاي بعد شوي يعني خمس دقائية تانية اكيد رح نفتح سكاي بس في عندي شوي التعليقات جيتني على اليوتيوب خلينا ناخذ هالتعليقات هاي ووحدة من التعليقات بيول الاخ اصلاح ايثنك اصلاح شيء من هالقبيل الف تحية اصدقائي العزاء ممكن اسأل ياض عن حجة الخلقيين عن كروموسوم اكس المسمى كروموسوم حواء ما بعرف اذا السؤال وصل السؤال وصل بس ربما عنده سوء بالفهم هي الميتا كوندريا فيقومون بأخذ عين من الخلية داخل الخلية في عو عويض معرف كيف يعني يعني تصغير كلمة عو عويض اللي هي أورغانيل بالانجليزي هذه الأورغانيل اسمها الميتا كوندريا الميتا كوندريا تقدر حتى تفهم دور الميتا كوندريا بالخلية هي تلعب دور البطارية مثل البطارية بالسيارة تعطي للخلية طاقة تعطي الخلية طاقة طب بس الميتا كوندريا من خلال الصبغيات اللي موجودة فيها تتبع النسل الأنثى أو المرأة الأنثى فالأنثى هذه يستطيعون أن يعودوا بالزمن إلى الوراء حينما يقومون بمقارنة الصبغيات أو الدين اي اللي مأخوذة من الميتا كوندريا عند الفصيلة أو الكائن الفلاني ومقارنتها بالكائنات الأخرى ويستطيعون تحديد الزمن يعودوا إلى الوراء حتى يصلوا إلى السلف المشترك وما بالأخير الهدف أنهم يصلوا إلى السلف المشترك ومن منطلق ما أعرف إذا كان منطلق الثقافي أو المنطلق السخرية سموها إيف باعتبار أن الكتب المقدسة تقول أن الإنسان يرجع بالأصل على أساس أنه آدم محوى فمن هذا المجال تسمية حوى ما أعرف شنو السبب لكن إنها كما تقول كالتشرال ثقافية سموها The Metachondrial Eve على نسبة إلى حوى لكن الهدف أنه هذه الناس متخصصين بالجينوميكس يقومون بمقارنة الخارطة الجينية للكائنات المختلفة ومطابقتها محاولين على وعسى أن يعودوا بها إلى أصل مشترك لهذه الكائنات هذا كل ما هناك ما أعرف إذا هذا الجواب اللي هو قاعد يفتش عليه أو لا وربما أنا فهمت السؤال غلط ما أعرف على كلنا بناخد تعليق تاني بس تفتح الشاشة أنا موصي جماعتي اتصلون بالسكايب يلا يا الربع اجا الوقت اتصلوا عم بيقول قصد الكروموسوم اللي موجود في عصليات الميتروكوندرية داخل الخلية ويقول ويقول الخلوقين بأنها دليل على أن جميع البشرية أتت من أم واحدة ألف تحية لكم ولكل ما تعملو لتثقيف الشباب العربي يعني هو عميول أصد الكروموسوم اللي موجود في عصيات الميتوكوندرية داخل ميتوكوندرية ميتوكوندرية داخل الخلية طبعا هاي فصدور ياسم ميتوكوندرية هذا اسم الأورجنال اللي موجود داخل الخلية وداخل الميتوكوندرية في عندك الصبغيات الكروموسومات وهم يركزوا على الكروموسوم الأنثوي اللي يأتي من الأم اللي يأتي من الأنثى لأن الأنثى دائما X بينما الذكر في عندك Y أحيانا دخيل هذا ال Y اللي هو الذكري ال Y الكروموسوم وعندك الأنثوي X X ثابت باعتباره أنه ثابت وهو الأفضل والمرشح الأول لكي نحاول أن نتتبع نتسلسل نتسلسل إلى الوراء من مقارنة الجينات حتى نصل إلى سلف مشترك لكن هذا جاوبنا عليه الخلقويين أنه طيب معناته أنت تؤمن بهذه الحالة نحن لا نقول يعني على فكرة بالنسبة للبشر الأفريقي والآسيوي والأوروبي متطابقين فيما بيننا بنسبة 99.9% بس حتى تكون للمعلومة بعض الناس يفكروا أنه نحن نمشي على منهج سبنسري أو منهج من هذه التطرفات التي يحاولون العنصرية يفكرون أن الداروينية فيها خطورة على العنصرية يفكرون أنه أنت يعني الرجل الأبيض أو الرجل الأسود لا 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 نحن في الحقيقة من منطلق علمي رغم التطور والارتقاء كل البشرية حول العالم يعني تقدر بالفعل بالفعل إخوة وأخوات بالفعل إخوة وأخوات لأنه متطابقين فيما بيننا بنسبة التسع الخلقويين لازم هم لا يعترفون بالتطور من ناحية الماكرو إيفولوشن أنت سامعين بالماكرو إيفولوشن وسامعين بالمايكرو إيفولوشن السلف المشترك يختلف تماما عن ما يؤمن به الخلقوي لأن الخلقوي ماذا يؤمن يؤمن بسفر التكوين سفر التكوين الله يخلق من العدم مباشرة هذا يسموه الخلق المباشر يعني كان فيه عندك عدم ما في شيء وفجأة طلع عدم وفجأة من الظلع أخذ منه ظلع على فكرة قصة الظلع موجودة في اللوائح الحجرية السومرية البابلية تسبق الكتاب المقدس بألفين سنة تسبق الكتاب المقدس بألفين سنة أنه قصة الآلهة تختلف هي طبعا فيه اختلافات كثيرة بينهم لكن فكرة أنه ياخذون من الظلع ومن هذا الظلع هذه وين والميتاكوندريا وين والجينات والطفارات وين واش جابت شلاق على الدول متفضل جان أخي رياض يعني مسألة الكروموسوم X Y يعني X هو الأنوثي يعني هو الأساس صراحة يعني لو كان هو الأساس كيف الله هذا خلق ال Y قبل X واخذ من Y X يعني إذا تجي على الواقع هو الأساس الموجود X حواء يعني شيء الأنثوي وبعدين بيجي وبعدين بعدين بيجي الواي فهدول المسلمين أو المؤمنين عموما يعني من جماعة اليهود وغير اليهود حطوا بالعكس يعني على فكرة جان على فكرة هما يؤمنوا بالتطور لأن القرآن بيقول مسخ اليهود والنصارى من قرادة وخنازير هذا تطور يا أخي موجودة يا أخي هذا التطور القرآني العكسي إلى الوراء على طول طيب معنى تطول بالأخ أحمد أهلا وسهلا أتفضل أخي أخي أحمد أهلا بيك أهلا بيك أهلا وسهلا وأهلا وسهلا تحية أهلا بيك أنا متابح حلقاتك على أول بس كمان تعلي صوتك كمان أحمد شوي كمان أحمد وساهم في حاجة خاصة التطور. فكان اللي انا بعمل اسئلة في جزء التطور. التطور ليه بيبقى وطيء اوي او بياسه الفترات كبيرة عشان يظهر الفروق الواضحة فيه. وهل يمكن ان هو يتسرع بشكل معمالي او شكل فيزيائي ما بحيث ان هو يوصل لتطور ظاهري واضح في فترة قليلة ممكن اقود او اقل من كده. وقال ده هيساهم عمليا في اننا نعالج مسلا امراض خلوية بتسبب الانسان مشاكل بشكل سريع. يعني مسلا مقاومته للسرطان هتبقى نطور الخلايا بحيث انها تكون مقاومة للسرطان بشكل اكبر. بحيث ان نسبة السرطان تقيل. مقاومته للفيروسات تقيل. وقال ده هيساهم واتمنى ما ستعرف اياه ونحن ببكاته. طيب شكرا كتير لك اخي احمد ونسمع الاخ الرياض. تحياتي للزميل والاخ احمد شكرا سؤالك حلو جدا. هناك فرغيات. اخي الرياض بس دقيقة واحدة في نفس السؤال. تقريبا نفس السؤال يعني هو. انا راح اقراه بشان تجيب على الاخين يعني مباد. الاخ هيصر ازان كان كاتب. هل يمكن ان تحدث طفرة لانسان قد يصبح ذو قدرات جديدة؟ يعني نفس السؤال بشان نضمهم بشان ما يقول من سونا اصدقائي. اطفرة موجودة في افريقيا ووجدوا امرأة مهما حاولوا. في بعض الدول الافريقية عندهم وباء الايدز السيدة. لكن هذه الامرأة الوحيدة في القبيلة اللي هي تنتمي اليها في القرية في افريقيا. شافوها لا تصاب بمرض الايدز. رغم ان هي عاشرة يعني رجال مصابين بهذا المرض. وبدون وقاية بدون وقاية. فكان المفروض ان هي تصاب بالمرض حال حال بقية الجماعة اللي موجودين حواليها. لكن لما درسوا اخذوا طبعا شي اكيد مثار اهتمام شديد. في دكاترة سافروا من حول الحال عالم حتى يشوفوا هاي المرضة شو قصتها بالضبط. ليش ما عم تصاب بمرض الايدز؟ فراحوا وجدوا في الجين عندها جين طفرة وراثية تسبب مناعة طبيعية ضد فيروس الايدز. وهنا الاكتشاف المذهل انه ربما ذلك سوف يساعد الطب ويساعدهم في هندسة. لان الان اصبح التكنولوجيا عند الاطباء وعند المتخصصين انهم يهندسوا هذه الدي اناي. وعلى شاكلة هذه الدي اناي التي هي مفيدة والها نسبة ايجابية. فمن هنا هذه يعني مثال من الامثلة البسيطة على ان الطفرة الجينية ممكن بكل سهولة انها تحدث من نسبة واحد على الف او واحد على مية. صحيح ان الطفرات الوراثية اغلبها. يا اما انها تكون نيوترل شايف لما تسوق السيارة وعندك هذه على الاوتوماتيك وتحطها على الان على نيوترل. يعني ما بتعمل شيء لا بتقدم ولا بتاخر. او بتكون مضرة في بعض الاحيان تكون مضرة. ولكن لا زال هناك نسبة ولا واحد على مية او واحد على الف. ان هذه الطفرة ممكن تكون نتيجة ايجابية جيدة. مثل هذه الامرأة الان اصبح عندها مناعة طبيعية. هكذا من الطبيعة ضد مرض الايدز وهذا فتح باب ومجال. هذه المرأة رح يكون عندها نسل. فالآن ماذا سوف يحدث؟ رح تنتقل هذه الجينات الوراثية الى النسل الجديد. والنسل الجديد الى النسل. بحيث كل المصابين بالايدز مع الوقت رح يتفلتروا ورح ينتهوا ورح يتلاشوا. مين حي يضل عندك؟ البشر اللي عندهم مناعة طبيعية للايدز هذول رح يستمرون. وهذا هو عين الانتخاب الطبيعي. هذه من جهة. من جهة اخرى عالم بيولوجي مشهور جدا وهو الان راحل يعني انتقل اسمه ستيفن جاي جولد. ستيفن جاي جولد صاحب فرضية الطفرات المفاجئة يسميها. ما اعتقد بالانجليزي هي the punctual equilibrium. فيك تفتش عليها بالويكي أو في الجوجل. وعليها الشرح وهو أيضا مألف عليها كتب. punctual equilibrium ماذا يتقول؟ وهنا الفكرة مأخوذة من العصر الكامبري. إذا توفرت الظروف وتوفرت الأسباب الطبيعية وحسب المناخ في هذه الفترة الجيولوجية. هل هي خمسة مليون سنة؟ هل هي ثنين مليون سنة؟ طبعا بالنسبة لأيلي ولا إلك هذه أرقام خيالية. لكن بالنسبة للعصر البيولوجي هي من فترات بسيطة جدا. هذه الفترة ممكن تحصل فيها طفرات أسرع بكثير من فترات زمنية أخرى بالمقارنة. يعني بالأحوال والظروف العادية ممكن الطفرات هذه والتغيرات تأخذ فترة عشرين سبعين مليون سنة. من جهة أخرى ولأسباب بيئية وأسباب أخرى الطفرات تعمل بشكل أسرع شوي. ففجأة في هذه الفترة الجيولوجية أو بهذه الفترة الزمنية تشوف أنه في فصائل أكثر بكثير. هذه بتذكرك بماذا؟ بتذكرك بالعصر الكامبري. ثمانين مليون سنة رقم خيالي بالنسبة لأيلي ولا إلك ثمانين مليون سنة. لكن بالنسبة للحقب الزمنية الجيولوجية هي فترة بسيطة جدا تعتبر. لكن شوف ظهرت أنواع كثيرة من الفصائل في هذه الفترة البسيطة. فضلا للطفرات الجينية اللي قبل ذلك ما كان في عندك بس الطحالب وكان عندك وحيدة الخلية وكان عندك البكتيريا وكان عندك أشكال غريبة بس مش بهذا الشكل مش بهذه الصورة. فهذا أعتقد نعم لحسن الحظ التكنولوجيا هناك الإنجينيرينج بايو تكنيكال إنجينيرينج يستطيعون تقليد هذه الأشرطة الورافية ويحاولون مساعدة الإنسان المريض ضد الأمراض وضد الفيروسات وضد السرطان ونحن لازلنا في هذا الطريق والطريق طويل أمامنا. ونحن بحاجة إلى أمثال الأخ أحمد ونشجعك هذا المجال يا ريت لأنه نحن في بلداننا نفتقر إلى هذه الأنواع من الدراسات والتخصصات. يروح يمسك لك كتاب دين ويدرس الفقه والناس عم بتموت من السرطان والكانسر. لو تروح تمسك لك كتاب علم وتتثقف وتساعد المجتمع وتساعد يمكن ما في حدا يعني فينا إلا واحد من أهلنا مات بسبب هذا المرض الخبيث مرض السرطان. وأحان الوقت أن بفضل العقول وبفضل التكنولوجيا والعلوم أن نقضي على هذا المرض الخبيث. شكرا. بكل تأكيد هو راح ينقضي عليه في العقود القادمة يعني هي أبحاث طبية معروفة. طبعا أنا عندي تعليق كمان بالنسبة للتطور بشكل معملي وسريع. يعني يا جماعة الإنسان على وصل لمرحلة الإنسان الحديث. اللي بده يصير في المستقبل أنه بدأ التطور مثل ما قال آخر رياض أنه متسارع سريع جدا يعني الحقبة العصر الحجري طولت مليونين وستمئة ألف سنة. الحقبة البعدة صارت تقصر تقصر كل مال عم تقصر. حاليا يعني اللي عم بيصير حاليا في هالساعة هاي. في طفرة صيرة بالإنسان وهي دراسات طبعا من جامعات أكسفورد وغير أكسفورد أنا بسمعت عنها بالضبط. في طفرة عم بيصير بالإنسان هالساعة هاي الحاجة الأقل للنوم. يعني الإنسان بطبيعة فيزيائية جسمه عم بصير احتياجه للنوم أقل أقل من قبل. وهي طفرة جينية. باحتمال يجينا يعني خلال مئات السنين يعني ما تطول أكتر يصير الإنسان ما ينام غير ساعة واحدة أو ساعتين مثلا. تخف في شغلة تانية بمساعدة التكنولوجيا تطور الدماغ البشري وصل الإنسان بالعقود القادمة يعني الطفل اللي عمره سبعة اثمان سنين ما رح يروح يدرس ماما وبابا. لا هذا الانسان من مخنا رح يروح يدرس دراسة أكاديمية اليوم طلاب جامعة بقدمة دكتورافية. فأطفالنا رح تكون تدرس أشياء كانت من عشر سنين خيالية. فهالتطور هذا التطور كبر الدماغ من أول ما بدأ الإنسان عم يكبر دماغه حتى وصل هذا الدماغ نفسه ممكن على استعداده يساوي آلة. تخلفه يعني تطور الإنسان من البيولوجي إلى التكنولوجيا يعني بكرة نشوف الإنسان الآلي يعني تتطور ويصير وممكن ننطرد كبشر أشكالنا هاي تنطرد ويبقى الإنسان الآلي. فتتطور الإنسان بعجلة وخصوصا بالمعمل عم تقول بالمعمل. يعني هلا شفنا وكلاتنا شفنا وثائقيات اللما بيتحكموا بالفارع بيحطوا عليها جهاز بيتحكموا بالمغناطيس إنه بوجهه شمال تمشي ووجهه يمين تمشي. بهالشهاد إنه العلماء هلا اللي عم بيستجارب اللي عم سووها على البكتيريا. إنه يساوي بكتيريا حية موجهة. يعني مثلا أخذت عطاك قرص دواء. بدك تبلعب بحطه مثلا اختصاصه للدماغ فقط. خصوصا للزهايمر مثلا في هالطبقات المتراكمة فوق الدماغ. بده يشيلت حتى العقل يرجع الدماغ يرجع طبيعته يشتغي. فببعثوا بهال الدواء هات بكتيريا بوجهوه بدل ما الدواء هلا مثلا أي دواء بناخده لما بتشربه بتوزع على كل جسم. هني لأ بيحطوه للدماغ مباشر تروع الدماغ فقط. ما له علاقة بالجسم. ما في أضرار جانبية. وكل ما لعم تطور بسرعة يعني وهذا السرعة بسرعة التطور. كل ما لابه بسرعة 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 الإنترنت. أنا كنت تعقبا على كلامك سيزان. حالات الولادة حاليا بيقولك بسبب التغذية وظروف المتحسنة بالتغذية عند البشر. حجم رأس الطفل الرضي عم بيزيد أكثر يعني نسبيا بهذه تقريبا خمس ست أجيال. من تقريبا خمس ست أجيال اللي فاتت. وهذا شو عم بيسبب مشاكل في الولادة. يعني تروح تشوف الآن الدراسات وحسب الأرصاد. نسب مشاكل الولادة مرتفعة نسبيا اليوم أكثر من ما كانت عليه في السلف السابق. وهذا مدد التطور أنه الطبيعة لا تستطيع اللحاق. لا يستطيع التغييرات مع كل هذه التغييرات التي تحدث بشكل سريع جدا حاليا. الإنسان طبعا عقله وتفكيره سريع جدا. نحن نقوم الآن بتغييرات جذرية بحيث أنه السلف السابق كان بحاجة إلى سنين طويلة لكي يصل من مرحلة إلى مرحلة. نحن اليوم نقوم بطفرات تكنولوجية سريعة بحيث أن الطبيعة نفسها لا تستطيع اللحاق بنا. الطبيعة تعمل على زمن وحقه بجيولوجية طويل. شوف أنه الآن أصبح حجم الطفل الرضيع الأم وتشوف هالبرامج الصحية وكل سبانخ واعملي لك صلطة واعملي لك وكل قدامك بالمطبخ. وين كان أيام زمان؟ يعني أسلافنا لازم يروح يأخذ الحجر هذا اللي كنا عم نحكي عنها ويروح يشوفه لك الصيد بالغابة. ويعالم رح يرجع من الصيد ولا ما رح يرجع من الصيد يمكن رح يفترس وياكله ويموت. هذه الصعوبات اللي أيام زمان. هلأ التكنولوجيا تروح تفتح الثلاجة اللحم قدامك الخضار قدامك كل شيء قدامك الحليب. فهذه الثورة هذه بالحقيقة ثورة بحيث أنه عم بتساعد بتغييرات الطبيعة ما عم متلحها عليها. إذن رأس الإنسان عم بيزيد حجمه لكن القناة المهبل وقناة الولادة عند المرأة لا زالت على حالتها مثل ما هي منذ ملايين السنين لم تتغير بعد. فالآن تصير عندنا مشاكل عصر في الولادة. هذه يمكن مثال بسيط من الأمثلة. آسف على الإطالة تفضل خير. جان إذا في أسئلة أو في مشاركات. معاً بسمع. أوكي. أوكي آسف. أسف. قيل أخ مفكر حر. عم بيقول أهلاً بك صادقنا الغالي شجاع البغدادي وأهلاً بك أستاذنا الحبيب جان. أريد أن أسأل شجاع البغدادي ما هو تصورك الشخصي عن تطور البشرية في المستقبل بعد ملايين السنين. نور أبو زيد. تفضل. السؤال أنه شو هو رأيك الشخصي عن تطور. إذا ممكن تعيد لها. عتافة. سؤال رأيك الشخصي عن تطور البشرية في المستقبل لملايين السنين. بعد ملايين السنين شو بده يصير بالإنسان. تصورك الشخصي. تصوري الشخصي طبعاً جداً صعوب. لأنه ما بنعرف شو ممكن أنه الإنسان يغير من البيئة اللي هي البيئة دائماً تلعب دور كبير. التغذية ونوعية التغذية. الظروف المناخية الظروف البيئية. هذه كلها تلعب دور شيء أكيد. فأنا توقعي أنه الإنسان رح يدخل بشكل أنه ما رح يسمح للطبيعة أنه هي تقوم بفعلتها. وإنما الإنسان هو اللي رح يدخل شوية شوية. ورح يطور من التعليم والثقافة ورح يطور حتى يمكن في الجينات. وأنا شوية عندي فعل سلبي أنه رح تكون هناك حرب جينات في المستقبل. أنتوا الآن تسمعون بحرب النووية، تسمعوا بحرب الصواريخ، لكن المستقبلاً ممكن هم قد يفكروا فيها من على أيام هتلر. يعني يفكروا فيها من أيام الحرب العالمية الثانية. ليس إنه فالشيء جديد هذا. ومع التكنولوجيا يديري باركم، ممكن بالتطوير الهندسي للجينات، يستقصدون فئة من الشعب دون عن فئة أخرى. يعني ممكن بكل بساطة بعد سبعين سنة أو مئة سنة، يطورون نوع من أنواع الهجوم المايكروبي أو الهجوم الـ DNA بحيث أنها تستقصد يعني العرب دون عن مثلاً الأكراد، أو الإسرائيلي دون عن بسبب التركيبة الجينية المعقدة جداً. هذه ممكنة وجائزة حرب الجينات بحيث هذا البشر يصير عندها مشاكل صحية فجأة وجيرانها ما مالهم شيء، يعني هاي كيف صارت؟ هاي ممكن أنها تكون تدخل صناعي هندسي من البشر إن كانت نياتهم شريرة. هاي ممكن الإنسان يتغير والإنسان في حالة تغير مستمر إذا رجعنا للطبيعة والأسباب الطبيعية نعم. أنا وأنت، we are considered transitional form. شو يعني transitional؟ يعني انتقالية. نحن الآن سلسلة هذه اللي يسموها السلسلة المفقودة، في يوم من الأيام ربما بعد ثلاثة آلاف سنة، ربما بعد عشر مليون سنة، أنا وأنت سوف يعتبروننا السلف المشترك، يا عالم وأبصر لأي كائنات متطورة أكثر بعد عشرة مليون سنة، إذا وجدوا عظامي وعظامك متحجرة أو شوف محنطة، ويقول لك شوف كيف كانوا البشر قبل عشرة مليون سنة، وشوفنا هاليوم، يعني شكلهم غريب عجيب ربما ما عرف أنا حتى الخيال، الآن نحن ندخل في عالم science fiction، ما عرف أنت شو رأيك خييجان؟ بالضبط يعني هو التطور المستقبلي للإنسان هذا بشكل طبيعي، وشكل مفروغ منه أنه راح يتطور لأجناس أخرى يعني، البشر يكون الموجودين حالياً يكونوا السلف مشترك لبقيتهم، والشيء المهم أنا باعتقادي الإنسان المستقبلي، ما راح يكون بشكل موجود حالياً، كلحم ودم وعظام وهالأشياء هاي، يعني أنا بتصور راح يكون شكل كومبيوتري مثلاً، يعني هلا كتير علماء في نظرية بتقول نحن simulation، يعني نحن حالة افتراضية، يعني مثلاً خلينا نعطي مثال على هال، إنه الزرة المعروفة هي العنصر، أصغر عنصر موجود في الكون، إذا جيت على الألكترونات اللي عم بتدور هي طاقة، ليس أكثر ولا أقل، النواة اللي بتتكون من الكوايات اللي موجودة الداخل، إنه هي طاقة، فبالتالي هي الزرة نفسها طاقة، ليس جسم صلب، ما هو صلب يعني، فلما الزرة هاي عم تساوي مثلاً جسمي وجسمك وهالكمبيوتر وهالأشياء هاي، الصلبة عم نشوفها، نحن صلبة، هي بالزرة، بزرتها ما يصلب هي طاقة فقط، يعني ما نكون بعيدين إنه نكون نحن ببرنامج كمبيوتر يعني، برنامج كمبيوتر نمساوته حضارة كتير زكية، ومنطاقة يعني، ما في شي صلب الموجود، فممكن الإنسان ذات نفسه في يوم الأيام يساوي سميليشن، الحضارات هو يختر على كيف هو يعني، الإنسان وصل بمرحلة التفكير لهالموصل إنه ممكن يساوي بكمبيوتر حالة سميليشن، كوكب وكواكب وكون كامل ممكن يساوي في المستقبل، ممكن هو زائد نفسه يكون برنامج كمبيوتر يعني، يدخل الكمبيوتر أخذ ذاكرتي أنا، هذه الشحنات الكهربائية الموجودة في دماغي أخذها وحطها بكمبيوتر، والجسم هذا يفنى ولكن أنا موجود شخصياً بكمبيوتر، طب معنا اتصال من الأخ كار، اتفضل أخي كار، أحمد، أخي أحمد، اتفضل، أخي أحمد، أسمعني، في عندي سؤال، أنا برجع أتصال بالأخ أحمد، في عندي سؤال أظن، عم بيقول الأخ محمد، عم بيقول سؤالي هل يمكن أن يحدث تطور بالعكس، يعني ممكن تظهر لنا أنواع من الكائنات التي انقرضت في الماضي، سمعت عن حيوان كونجرو يحدث معه ذلك، ما بعرف أنا بصراحة، يعني إذا ما الإنسان دخل، يعني أحيا هالكائنات المنقرضة، ما أظن ترجع تحيا، يعني إلا في، للصدفة البحثة لملايين ملايين ملايين السنين، يعني احتمال تكون هنا، شو رأيك أن تأخذ يارب؟ مضبوط، هي صارت مع بعض الزواحف اللي معروفة بالسلماندر، السلماندر يسكن في الكهوف، شوف دائما السر والمفتاح هي البيئة، بالإنجليزي الإيكولوجي، شوف البيئة ما هي الضغوط، يعني شنو الضغوط، يعني بالإنجليزي، ترجمها مثل ما بتحب، يعني أنه هذه الظرف البيئي، يعني أنت مثلاً بيقولك بالعربي نقولك نحطك قدام الأمر الواقع، لازم تتصرف، صح ولا لا، لازم تتصرف على قولة عدنان إبراهيم ولا لا، لازم تتصرف مع الأمر الواقع، طيب يا أخوة يا أخوات، أحكي مثل أنا، فنفس الشي بالنسبة للطبيعة، هذا الزاحف اللي اسمه السلمندر، لما دخلوا عاش في الكهف، وطبعاً الكهف مظلم، لا يوجد مصدر للضوء، شو صار مع هذا، تخلص من العيون، إذن لا حاجة إلى العيون، صار أعمى، تخلص حتى من لون البشرة، بطل عنده لون، صار الآن لونه أبيض مثلاً، شوف لونه أبيض ناصع، بينما لما تعود بالزمن وتشوف الأسلاف لهذا الزاحف، بالعكس كان شكلهم مختلف تماماً، هلأ ما صار عنده عيون، ما صار عنده لون، وأشياء تانية كمان تغيرت، ليش؟ بسبب الظروف، فممكن، يعني اختصاراً، نعم، ممكن للكائن أنه يرجع لورا، مش أنه يرجع لورا، وإنما يفقد، يفقد بعض الاكتسابات اللي عنده، يعني أنت شائل على ظهرك أحمال ثقيلة، وتطلع الجبل، حتى تطلع الجبل بشكل أسرع، تتخلص شوي من بعض الأحمال الأخرى حتى تخفف على نفسك، وتطلع الجبل بشكل أسرع، فهذه ممكن أنها تحدث في الطبيعة، وتحدث دائماً، حتى في أستراليا، روح شوف أستراليا الحيوانات الغريبة العجيبة، عندك طائر اسم الكيوي تخلص من الأجنحة، عمرك شايف أنت طائر بدون أجنحة؟ روح شوف هذه أستراليا، فضل خيجة. طيب في عندي صلاح عز النويل صلاح بيقول، كل البشر مؤمنين وملحدين يعترفون بالتطور السلوكي للبشر، ويتفقون أيضاً في التطور البدني للحيوانات، ولكن عند موضوع الإنسان نجد مؤمنين يتحولون إلى حيوانات لا يفقهون، أرجو بيصال سلامي للأخ وأستاذي رياض البغدادي، وإذن تحية لك لدينا على مجهودك في مشروف فكر الحب، شكراً لك أخي أبي صلاح. شكراً، ألو حبي. طيب، في عندك أي تعليق على... أنا خيجان، بس حداً عم بيسأل على التكست، لأن أنا كمان عم بتابع معك على اللايف في اليوتيوب، في خي عم بيسألني سؤال بخصوص هل العلم وجد تفسير للخلية الأصلية الأولى، وكيفية... يعني هو بدي يعرف أنه هل العلم توصل إلى اكتشاف نهائي على هالخلية الأولى الأول ما بلشت، طبعاً فينا أقول لك أنه هناك تقدم ملحوظ في هذا المجال، لكن كجواب مختصر أنه هل هناك خلص فرضية واحدة ثابتة، الكل متفقين عليها، للأسف لا، لا زال هناك افتراضيات كثيرة، أنا نبهت في إحدى الحلقات، ياريت له كل واحد يحاول أن يقرأ هذا الكتاب، اللي هو The Origin of Life، واضح من عنوان الكتاب، يعني أصل الحياة أو نشأة الحياة، المؤلفين، ليش هذا الكتاب؟ لأن المؤلفين هم اليوم يعتبرون الأوائل في هذا التخصص، هذا المجال من جامعة هارفر، طبعاً جامعة هارفر في غنى عن التعريف، هي من أكبر الجامعات العالمية المشهورة، وهذه أسماء المؤلفين بالإنجليزي، اللي هو Sostak، عندك Sostak، وعندك ديمر، ديفيد ديمر، جاك دابليو Sostak، وفي هذا الكتاب إجابة على الكثير من التساؤلات والأسئلة حول نشأة الحياة، وهل هناك فرضيات علمية جيدة جداً، ممكن أن تفسر لنا، طبعاً، موجودة ورح تتعجب، يعني رح تشوف مثلاً، هذه اللي تكلمنا عنها في واحدة من الحلقات، في أعماق المحيط، عندك هذه المدخنة، المداخن، اللي يطلع منها فوسفات ويطلع منها غازات، بالنسبة إلي ولا إلك، لا نستطيع أن نتحملها ولا نستطيع أن نعيش، لكن هناك وجدوا كائنات متأقلمة ومتجانسة مع هذه الظروف، ممكن أن هذه كانت واحدة من ظواهر أصل الحياة، نشأة الحياة على الكرة الأرضية ربما، هناك البلورات الكريستال في الطين، هذه أيضاً فرضية أخرى، هناك المكونات العضوية البروتينات على سطح النيازك، اللي تأتي من خارج اللي يسموها بامس بيرمي، دا تشوف أنه فيه هناك فرضيات كثيرة، أرجو أن يكون هذا جواب مختصر، وآسف على الإطالة، ولا يهمك، ولا يهمك، على كل حال أنا في عندي تعليق من الأخ ماريو، الأخ ماريو عم بيقول الإسلاميين عليسوا طفرة العصر الحديث، وبفعل الإسلاميين هم طفرة العصر الحديث، بكل معنى الكلمة، أنا عم بحاول أتصل بالأخ أحمد، لكن الأخ أحمد كارل، لكن يظهر عنده الميت مو شغال، فما عم بيضبط الابتصاد، بالأسف الشديد، ما بعرف إذا في عندي تعاليق تاني على اليوتيوب، إذا شايف أنت أي تعاليق جديدة يا أخي رياض؟ أنا عم بحاول أتابع، بشكر منكم واحد واحد يا إخوان يا أخوان، أنا أعرف بعض الأسماء اللي قاعد أشوفها على الليست من المتابعين أيضا عندي على القناة، وطبعا بوسات وثمز أب شكرا لكم، يعجبني دائما أن أشوف مداخلاتكم ومشاركاتكم، والأخجان عنده أسفل الشاشة، وسائل الاتصال بالسكايب، شيلوا التليفع عادي، اتصلوا بالسكايب وما تستحون، في بعض الناس أخجان عندهم شوية خجل، وأنا لا ألومهم بصراحة، لكن تجرب مرة واحدة، جرب مرة واحدة بس، وبعدين حصل عندك زلاطة، ولا شو رايك؟ بالضبط، بالضبط، هي الضربة الأولى يعني الخوف، الخجل، هاي بالمرة الأولى بس، خلص انتهى، بك تفتح البرداية على آخرها، مثل ما أقوله، طيب عندي شغلة يا أخي، اليوم جاني تعليق، أنا شخصيا أنا مسيحي مندس بين الملحدين، ولست ملحدا، شو تعليقك؟ مين المسيحي؟ أنا، انت مسيحي، ما بيعرفوا، اشلح الفانيلا وارجيهم الصليب، اللي انت شايله على صدرك يا أخي، ولو، ما تخفي عليهم، وبعدين، براكس، هو فعلا مخلص، انت ينطبق عليك لقب المخلص، وشو ما بيقولوا عليه المخلص للمسيح؟ فانت كمان عم بتخلصنا، وخلصان، انت من عندك خلصان خالص، يعني انت جاي تخلصنا من الظلم، ومن التخلف، وهي الحلقات اللي عم بيقدمها، أخي نجان، هو فعلا مساهم، يعني هو، تعليق، يعني مصير للسخري، للأسف الشديد، يعني، ما في، ما في، ما بقوله، ما في رد عليه، لا يلبق الرد عليه، أنا تفاجأت بالسؤال، يعني، شو جاب لا جاب؟ طرحة، يعني، أنا اتفاجأت، أنه، شخص أمقول أنا ملحد ومن زمان، ولكن، انت، كيف، انت، صورة تشوه الإلحاد، وانت أكيد مسيحي، تتظاهر بالإلحاد، وهالحكي الفاضي، يعني، طبعا، للأسف، وفي كل ثقافة، راح تشوف، ناس متشددين، بالعكس، هذا الكلام الصادر، من هذا الشخص الفلان، وقلت، عندك مكالمة خيط، فضل، همشي المكالمة، فضل، مساء الخيرات، أهلين وسهلاً، ليدو، شكراً، أولت أن هاي ملك البحث، وليس أمير وملك، البحث الجاهل، اليوم، مبراطاوة، العفو حبيبي، العفو، أنا إنسان عادي، طبيعي جداً، ليدو، خلينا نلغي هاي أمبراطورو، وهل هالتفاهات هاي، إله البحث، شو جعل ذلك؟ شو جعل ذلك؟ بركاتي، بركاتي، جزاء الأتبعوا في كاميرا، هو يمكن تتعرف عليهم التعليقات بعرضي، حبيبي، أشكرك تسلام، إذا أنا أصبحت إله، لا كان خليني أعطيكم بركات تيزة كرايست، إذا أنتوا سامعين فيها، على كل الرياض، رياض في عندي، حتى نهديك إله المفيد بالمختصر، يعني، إسلام حبيبي، أنت هذا من ذوقكم يا جماعة، ولو العين ما بتعلق على الحاجب، أنتوا أسيادي، لا لا تسلم يا طيب، ما في حدا سيد حدا، يا رجل، نحن أحرار، يعني، أولا سؤال للأخة، من البحثة أحلى بغداد، أسأل، يعني، خارج الموضوع، قال، يمكن أن يجيب حلقة أو حلقة أخرى، من أراضي الآن، يعني، ما هي أخطر طائفة مسيحية، وما هي أخطر طائفة في الإسلام؟ هذا هو السؤال جائي، هذا فقط هو السؤال، يعني، يعني، تصد فقط، يعني، ماشي، مطالع عن مدرية التطور، ولأخذ، لكن، أنا، أن يرتابعه بكثرة، أربط الإتصال، يعني، شكرا كتير، شكرا كتير، طبعا جمهوره، صديقنا الرائع، الشجاعي، يعني، نحترمهم، وأهله وسهله فيهم، ونحن نعرف، يعني، هو، رجل فكر، يعني، بصراحة، خلينا نسمع السؤال، الجواب من الأخري، فضل أخي، شكرا، شكرا، أنا، فخور في كل المشاركين وأصدقائي من القناة، وكلنا في الحقيقة قناة واحدة، سواء كانت الجهر أو أمير البحث، أو كلنا في بوتقة واحدة، وأخي، وأخي، نبين أنه، بوضع أكسانت، بوزيس لأفريك دونود، جا بو، مرسي، بوكو، بوضع كسيون، وحتى الناس تفهم علينا، لازم ندخل بالعربي، ونقول أنه، من وجهة نظري الشخصية، أنه، الطائفة الإنجيلية، الخمسينية، يسموها، في الإنجليز، بنتاكوست، أو بنتاكوستال، بنتاكوست، وهذه الطائفة، أنا بنظري، الخاص هي من أخطر الطوائف المسيحية، البروتستانت، المتعجرفة، الحرفية، النصية، الخلقوية، لأنهم بطبيعة إيمانهم، يعارضون العلوم تماماً، يعني هم أكثر المتصدين، وهم أكثر المحاربين للتقدم العلمي، وخصوصاً في مجال البيولوجي، أخي، هم حتى يكذبون البيك بانك، هم حتى يكذبون نشأة الكون قبل 13 بليون سنة، إذن يطلعون لك بحجة صخيفة جداً، هذه من ناحية، من ناحية، ميولهم السياسية هي ميول صهينة، دول الجماعة، يعني أنا داخل على كنائسهم، تشوف العلم الأمريكي أو الكندي، وتشوف العلم الإسرائيلي، يحبون إسرائيل، ليش يحبون إسرائيل؟ لأنه بسبب تطرفهم الديني، لازم يعود السيد المسيح، لكن إحدى الشروط، الشعب الإسرائيلي لازم كله يؤمن بالرب، الشعب الإسرائيلي لازم اليهودي، لازم كلهم كل ركبة تجثوا على الأرض، ويقولون مبارك الآتي باسم الرب، حينما يتنطق هذه مثل الشهادتين، حينما يتنطق بها اليهودي، يصبح الآن مجال لعودة، شوف هذا التفكير الراديكالي، شوف هذا التفكير الخطر، لذلك يشجعون قيام دولة إسرائيل، ليش؟ لأن قيام دولة إسرائيل، هي إحدى الممهدات لعودة المسيح المزعومة الثانية، بدهم بأي شكل وبأي طريقة يرجعوا المسيح، وإذا صارت في حرب نووية، راح يهلهلوا، ويصفقوا أياديهم، إذا صارت في حرب نووية، لأن هذه أيضا من علامات الساعة، قيامة الحروب، إذن هذه من الناحية المسيحية، من الناحية الإسلامية، معروفين السلف الوهابية، هذولا هما بؤرة الفساد، السلفية الوهابية الشي أكيد، لا أعتقد أن هناك أحد من مجتمعاتنا وثقافاتنا، سوف يختح، حتى بما فيهم المسلمين أنفسهم، إذا تريد تشوف واحد من الجماعة الإسلاميين المنفتحين، روح على الأشاعرة، روح على هذا المعروف عدنان إبراهيم، وشوف الكلام الجميل الذي يقال بحق السلفية، والمحبة المتبادلة، بين الفئتين وبين الطرفين، هما نفسهم منهم، وفيهم يكرهون بعضهم البعض، ألا وهم التكفيريين المكفرين، أعتقد هذا جواب مباشر، ما أعرف إذا كان هناك. شكراً لك أخي ليدو، شكراً لك، في عندي تعليق من الأخ سال منهاتن عم بيقول، خليني شوف التعليق أول شيء، أي عم بيقول، تأكدوا جان جهودكم سوف تضيع الطريق لآلاف من شباب شعوبنا البائسة، صوتكم رائع يدوي الآن، وأخذ ينافس ويلغي أبوك وجعير شيوخ الجهل، لكم الحب والاحترام، أنا كثير بتشكرك أخي سال، يعني بصراحة، هو صوت الجهل هذا صوت الشيوخ، جعيرهم بصراحة، جعير الشيوخ اللي سوا فينا الويلات، وش أشعر كل هالحروب هاي، لابد ينطفل، لابد يعني، ورح نطفل نحن، ونحن قدوا دود وزيادة كمان، شو شو معيك بتعليق الأخ سال رياض؟ هذا الشيء أكيد، أنا موافق تماماً لكل ما قاله مئة في المئة، ونحن أنا يعني الفضل للإخوان والأخوات، أمثال الأخ جان وإسماعيل وأحمد الحلقان، وغيرهم كثيرون، هذه الجهود، يعني، في واحد ما أعرف، وأنت يمكن سامع نفس الاتهام، أنه نحن نبحث عن الشهرة، هذا الوجه يبحث عن الشهرة، بشرفك، يعني، أنا يمكن بس يطلع وجهي على الشاشة، يصير التفطر، وتخرب الشاشة، وتزلطوها بالإزباع، أنا معرف حياتي للخطر، وأنا رجل عائلة، وعندي أولاد، والأخ جان نفس الشيء، وغيره، هذا اللي قاعد يفتش على الشهرة، يعرف حياته للخطر، على أي أساس، كل ما هنالك، إحنا عدنا محبة لننتمي إلى هذه الأوطان العزيزة على قلوبنا، الأخ من سوريا، الأخ من العراق، الأخ من الجزائر، نريد ما هو مصلحة شبابنا، أنا مثلاً حسن الختام، ما باقي لي كم سنتين وأودع، لكن البركة فيكم يا شباب، البركة فيكم، أنا أعتقد الأخ جان أنت معي على هذا الخط، أنا عندي في نقطة كثير مهمة بهذا الموضوع، أنا على كل حال، راح هالموضوع أحكي بجزء، في حلقة خاصة بدي أعملها لوحدي، وهي رسالة إلى عائلتي، يعني إذا أبعت لهم رسالة، فأخلي توقعوا رسالة إلى عائلتي، والعائلتي طبعاً نموذج عن كل العوائل الموجودة في العالم الإسلامي، يعني نفس الطريقة ونفس التفكير ونفس الأشياء، نقطة الشهرة، نحن نبحث عن شهرة، وسمعتها كثير بصراحة، أقلكم شغلة، أنا زلمي شاعر، وطبعاً ما أنا محتاج من أي شخص يختم لي أنه أنا شاعر، ما أنا محتاج من حتى المتنبي، ولا مين من كان يكون في هذا العالم، يقول لي أنت شاعر، أنا زلمي شاعر، اللي صار معي وقت، قامت الأحداث بسوريا، طبعاً أنا كتب ضد الأسد، ورح أكتب، أنا باقي ضد الأسد وغير الأسد، وجماعة الأسد كلها يكون، ولكن أنا هلا لا أوصخ قلمي بالأسد، صار جرسومل، يعني لا يحتاج إلى توصيخ قلمي في الأسد، خلينا نقوم، لما بدأت الأحداث كذب ضد الأسد، تعدوا على أيديكم، تلفزيون برده، طلع ليها صرخة في وجه الأسد، كان يعيده يومياً، تلفزيون عبد الحليم الخدام، سوريا الحرة، كان يعيده كل أربع ساعات، هاي قصيدة صرخة في وجه الأسد، طلعوا أخوان مسلمين، أخوان مسلمين في لاجئ سياسي، وموجودة على النات، وعلى كل حال حتى صرخة في وجه الأسد، على قناة برده اليوتيوب، طبعاً التلفزيون سكر، بس قناتهم بقيت، موجود لحد هالساعة هاي، صرخة في وجه الأسد، وكانت لغتي العربية ميتة، يعني الفاعل والمفعول كنت أضربهم وبعضهم، وما عندي مشكلة بهاي، وتعلمته، وبحاول أتعلم، وإذا في عندي أخطاء عم بتعلم، ما عندي مشكلة بهالمسألة هاي، فمسألة الشهرة، أنا لو كان بدي شهرة، أنا مو أنه أطبل للإسلاميين، أو أطبل للنظام، أنا لو فقط لا أتعرض له، يعني لا أتعرض للإسلاميين، كان هلأ أنا أشهر شاعر، موجود عند المعارضة، ولو مطبل للنظام، كنت أشب سوانه النزاء قباني تاني، أنا هلأ بهاللحظة هاي، معرض حياتي للخطر، ولا يتقبلون للنظام ولا المعارضة، اثنينتهم أنجس من بعضهم، يعني هم وجهين لعملة واحدة، والإعلام بيّن، الإعلام الموجود عندنا بالعالم العربي، يا أما جماعة السنة والشيعة وأهل البطيخ، يا أما الشيعة وجماعة العلوية وأهل البطيخ التانية، يعني يا معارضة يا نظام، واثنينتهم أنا ضدهم، أنا لو أطبل لواحد منهم، كان هلأ صرت مقامي زرقباني وأكتر كما، وأنا ما بدي بروف متل ما بقوله، إنه واحد يقول لي والله أنت شاعر، وشعرك ما بسواء ولا بسواء، هذا الشي بتخبيه لحالك، أنا يكون يجي المتنبي ما بيهمني رأيه بصراحة، وهي مسألة الشهرة هي مردودة عليها عن كل حال، ويعني أنا راح أساوي موضوع حلقة، رسالة إلى عائلتي، ومن ظنها كمان راح نشوف مسألة الشهرة، راح أعرض اليوتيوبيات المحطوطات لهالله، من جماعة المعارضة، التلفزيونات المعارضة، وحتى أجدني دعوة من جزيرة نفسها، على كل معي اتصال من الأخوي، صلاة، فضل أبي كريم، حبيبي مجال، حبيبي بس أنا اسمك، أنا ما بعرف إذا كنت عن بلطفو صح ولا لا، واقل، واقل صلح، واقل، واقل صلح، واقل، أهلا وسهلا واقل، فضل، هذا صديقي العزيز بالمناسبة، أسالك رياض، حبيبي رياض، زكي عم يا باشي، يا أمير، أنت يا طيب، يعني أنا بس مجرد قلت له مريد تتصل بينا، راح أتصل على طول، نعم؟ لا يعني أنا فخور فيك، مرسي كتير على جهودك، يعني أنا طلبت منك إنك تتصل في الحلقة، وهديك اتصلت، ألف ألف شكرا. على البتالي كتير، أحاول تتصل بذالي. فضل يا أخي، فضل. معذلك، 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 أنت تتفاهم، أنت أكيد، فهمتني غلط، في التعليب الداعي، في التعليب اليوتيوب، آه، رياض، باحدين بيني وبينك، مم من الحديد بس أحي، أخي يا جان، أنا بتابع جيد جداً لخناتك، وكل المشاكين معاك، تسلم يا طيب، تسلم، لا شعرف كبير، لأي حد يتعلم منك، ومن بيوض، ومن بيوض، العفو، نحن كلا هتنا أصدقاء، ونتعلم من بعض، يعني ما في، حدا فينا، بزيادة عن الآخر، يعني، هو كله بيكمل بعض، زي ما أنت قلت فعلاً، بالضبط، بالضبط، أنا بس بتحبب، بقول كمس غير كده، كرياض بيكلب، يعني فيه شيء، إن فيه ناس بتعلق، عليك أنت وجان، وعليك أنت، ورياض، وعلى أحمد حقان، والناس الأنبياء، وكلهم، منهم يحببين شهرة، لا يعرض فقص، الموضوع ليح smells غيرك، ده هي أحد يعرض نفسه لمعلكة، ضبط، ضبط، لمعلكة، يعني إ TRABAT يعني عدد التهديدات اللي عم تيجي بصراحة، أخي أخي، التهديدات اللي عم تيجي حقيقية، يعني بصراحة يعني تهديدات، تستطيع مسؤولا لك فتحالة بeras Batana تانية، إن-, إن مش... المسلمين بس، اللي عندهم التهديد ده، يعني في عمسك فكل فكرة، مسلمين بس هم اللي عندهم حد الردة وحد القطل الاتل وكم ده. لا 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 كم ده ممجوز. حتى المسيحين. ممجوز حتى لو مش بسوط الاتل من نبذ يعني يخرب بره العيلة يتنبذ بره العيلة طبعا ده ده قتل لوحده. يعني سببها في اليغرية او في المسيحية ما عنيش خافية اوة عندهم بس انا عارف ان اللي بيخرج من دينه انهم بيتنبذ من الدنيا كلها. اكيد. اكيد. فما حدش عرض نفسه للحاجة دي كده. يعيش يعني في سلام في وسط اهله في وسط ناسه. عشان يقول لي انه هو بيه شهرة. شهرة ايه تمامها موته. شهرة تمامها حياته. والضبط. وصدقني صدقني يا اخي وائل يعني هلا مثلا لو ما في طريق تاني للشهرة. كان قلنا اوكي بكون. بس صدقني انا. يعني هو ده اللي عايز تخافي دم ويعمل حتى قومي يطلع في كيلوزيون سهل اوكي يعني. لا لا كانت شهرة موجودة. الجماعة مفتحوا تلفزيونات. تفضل بس تفضل. بس لا تسبنا او لا تسب الالهة او لا تسب هالأشياء اهي. يعني انا مو سب مل ما سب قصدي لا تعرضنا. يعني لا تعرض ديننا. لا تقول انا مل حيات. فقط. بالضبط. بالضبط. فبالتالي مش هزدري دينك ولا هزدري نبيك ولا هزدري اي انك اخوائل اسف عالمقاطعة. انا بشجعك وهذا تشجيع فقط انك تعمل حلقة مع الاخ جان لانه انت ايضا صاحب قصة وصاحب اكتساب خبرة يعني هو ايضا من جيلنا. نفس الجيل انا وانت يا اخ جان. فانت ايضا عندك كلام جميل جدا وعندك متابعين وعندك جمهور. فيا ريت لو انت ايضا ان صحت ولي ما نستطاع اليه سبيلها انك ايضا ترتبها وتتنسقها مع الاخ جان. انا بشجعك على هذا الشي. طبعا شرف كبير ليا طبعا شرف كبير جدا ليا طبعا. العفو انا الشرف اللي واحد اذا بدك القناة قناتك يعني نعمل عشر حلقات ما عندي اي مشكلة. حبيبي جان ده صرف كبير جد مشكلام. ده صرف فعلا ان اي حد يظهر عندك عقناة. وخصة اللي شوف اللي عيانة ده شفتها عندك كلها ناس متقافة كلها ناس كواليسة جدا. اسلام اسلام يا طبعا. انا بتعاولي حاجة تانية بلت قصدفة تانية معايش. فضل فضل. 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 بخصو ما اضع الحلق بتطور. مهو. خصو ما اضع الحلقة. بس عندي محفوظ غير خاص كده اتكمس غيره مش عارف هاتفي حد او لا. كل البشر كلهم يا جان. اه مؤمنين بتطور السلوكي. يعني مسلا الانسان تعلم ازاي اكل كويس ازاي يطبق ازاي يركب مواسطة. تطور السلوكي عموما. المؤمن بي. سواء بقى مؤمنين او او ملحلين. كله مؤمن. التطور البشاء البدني. اللي هو يعني مسلا كان كزا بقى صورته كزا بقى صورته كزا بيختلف فيها. المؤمنين عغير مؤمنين. مهو مشتب. التفقين سواء الاتنين في التطور الحيواني. يعني مسلا النمر والاو والاو والقطة. صحيح. صحيح. يقول لك ماشا مشكلة عادي. الشمبانز والارض مفيش مشكلة. الكلاب والبيادة زي بعض مفيش مشكلة. تطور فيها فعلا. فيه صرف مشتب منهم. يجي عندي ابن ادم وتلاقي قلق جزمة قديمة اتناغه. قلت لأ. ما ينفح لبقى فيه صرف مشتب. طب شميعنا يعني. طب حتى لو امنت بكلامك. هو الخلق الحيواني دي يقول لها مش هو نفس خلقك. مش هو اله واحد خلق كل دول زي بعض. لو وزي ما قلت اخي. زي ما قلت اخي. زي ما قلت اخي. يعني بدماغه جزمة قديمة. يعني ما اقول. لو جزمة حديثة. كان اقلنا شي فكتر شوي. ليه نفس المنطقة بتطبعه. زي ما اتطبعت على الغطة والاسد. تطبعت ادم وغيره. وغيره. صحيح. صحيح. هو الخارج واحد. والطبيعة واحدة. والكون واحد. طب ليه. ويجعوا. هم متأثرين بصحيح البخاري بيقول لك انه كان مولود ادم يوم الجمعة ساعة سبعة ونص وكان طوله ستين ذراع. وكان حلو وكان امور وسنه وامير وعيونه خضر زي حسين فهمي. كيف رح يوفق بين هاي وبين التطور والارتقاء؟ انت عسل حبيبي انت الكبير. حبيبي انت على رأسي من فوق. طيب انا بس شكرا كثيرا. بس. هو بيقوله ان تكون كله مخلول للانسان لبين ادم ده. الانسان بيعيش على ارض يبسة ما يمرشل مية. تلتين الارض مية. الانسان بيعيش على الارض فيها مية. فيها مية حزبة. ما بيعيش في الصحراء. تلتين الارض اليابسة. صحراء. فانت تكون مش مجاحة لك انت اساسا. تلت تبعوا مية. الحارة ومحتاط. والكل الجابس اللي فيه في صحارة وغابات. فانت اصلا شو هي اللي كنت. صحيح. تكريكت على تحز هنا منه. انت هنا بترد على الكوسمولوجيكال كونسيتان بتاعة الدكتور الحيضي والنفاس والعادة السورية. انا انت فرع لا فرع مرد. ها يكون طرع الفرع لا. طيب انا عرب شانضيك الوقت اخيواء في عندي اتصال تاني بتتعذرني. شكرا كتير لك. شكرا كتير لك اخيواء. طبع عمد بس احماد بس احماد برياض عندي فيه اتصال من الاخ احمد هو حوالي اتصال اكتر مرة. فضل اخي احمد. مساء الخير عليك. مساء الخيرات فضل. مساء السنية والمعارضة الاسلامية الشيعية وقل لك استمر ما عليك فيه حتى لو كان لحد الان شعرك ما يعجب البعض بس استمر اما تعليق على الحلقة. شوية تتكلم عن التكيف الطبيعي في امثلة كثيرة مثل في اه كان بحث عن كبوت في المركبة الفضائية في الفضاء حاول يبني الشبكة لكن لم يستطع لكن بعد المحاولات بنا شبكته اقوى من اي شبكة لعنكموت مبنية على الارض وفي حيوانات تتكيف مع طبيعة مثل سامعني. اه سامع تفضل. مثل حيوان يعني طولة تقريبا ملي متر يتكيف مع الحرارة العالية والبرودة ويقدر يتحمل حتى يعيش في الفضاء يعني اه راح اكتب لك عنه في التعليقات على اليوتيوب. اما بالانسان فبنشاهد داما يعني مثلا في التكيف الطبيعي يكون بالاعمى الاعمى في بعض الان اشاهد بعيني بعض الناس يعني يكون السمعة اقوى في بعض اقوى من الاشخاص اللي حوله وذاكرته يعني داما لما يجلس يقول لك اي شو سمع شو طال ومن الامثلة بس هاي امثلة شوية كبيرة اه على المعارة عندك ذاكرته كل شيء كبيره كان يحفظ مثلا عنده محادثة الى رسالة كان يحفظ في لغة ثانية وقال والمترجم الجنبة يعني اترجمنا في الامثلة مثلا عندك البذرة البذرة تشوفها صغيرة تشوفها وراء يعني شهر شهرين شجرة اه اه كبيرة في تربية الطيور بالتهجين الطيور تاخذ مثلا في ريش عنده اه براز وعنده ذيل اه تشاهد لما تسوي تجانس في اختلاف يعني الشكل الخارجي وحتى الدينات يعني لما اه تربية الطيور و انا اشجع يعني اللي يريد يبحث اه يشاهد فيديوهات عن تطور الحوت لانه جدا اه رائع وفي عندك اه النحلة نحلة عند التزاوج الملكة اه يخرج الملكة للجو يلحقها مجموعة من الذكور الاسرع واحد اللي يقدر يوصل لها تتزاوج معه بعدين المفاجأة يعني تتخلص منا لكن هذا يسمى الانتقاء طبيعي والتكيف مع البيئة مثل ما قال الاخ رياض عن تكيف بعض النساء وجدوهم اه في افريقيا اه عن مرض الاس عندها مناعة وفي ناس يجزوا عنهم مناعة ضد امراض اخرى اه متفشية وكان عندي اه حاولت اه اجلب سؤال بس ما ما بدي اه ادوخ الاخ رياض فعندي طلب منه انه انه يعمل حلقة عن اه لان الحاليا في سؤال اه بيعتبروا المؤمنين حاليا انه السؤال القوي عن ماهية الخير يعني لانه يقول لك دائما تصفوا انه الاله شرير اه فلماذا ما معنى الخير عندكم اه ما يحتاج يدوخ نفسه يقدر يعمل حلقة باليوتيوب دمعه وشكرا كتير شكرا كتير لك اخي احمد انا بصراحة مسألة الخير هي رح نجي عليها بحلقات قادمة ضمن ضمن مشروعنا انا واخي رياض انه التسلسل التاريخي للتطور من بدء بدء الكون لحد الساعة الحالية فاكيد المفهوم الخير وكيف تطور مع الانسان والاخلاق كيف تطورت اكيد رح نجي عليها في المستقبل يعني وهو اذا بده يعمل الحلقة الخاصة بهالموضوع هذا انا وشجعه على ذلك يعني شكرا كتير لك اخي احمد وانا اصدقائي انا رح اسكر السكايب لانه بصراحة صار عنا الوقت تقريبا وصلنا لاخره اخي رياض نحن وصلنا تقريبا لاخر حلقتنا وحكينا من وقت من بدء الثاديات قبل بعد انقراض الديان وصورات لحد الانسان الميتين الف سنة اللي بدأ ثورة المعلومات خلينا نقول بيخراج اصوات اصوات معقدة وبعدين اعتبقى تطورت الى لغة ومفهوم التواصل الاجتماعي البشري وصلنا لهالمرحلة هاي وبالحلقة القادمة رح نكمل من هالمرحلة هاي شو بتقدر تقولنا عن المرحلة القادمة شو بنقدر نحكي فيها الاسبوع القادم او الحلقة القادمة الحلقة القادمة اقترح انه ربما نوضح بعض المفاهيم ونصلح المغالطات حول السلف المشترك بين الانسان وبين القرد ربما ممكن نتحدث عن انواع وفصائل البشر التي ظهرت عبر التاريخ من ياندرثالر غاستر سيبيان وهذه الاشياء وكيف ما الى حد ما وصلنا اليه اليوم دعنا نقول في العصر الحديث هذا اقتراح مجرد اقتراح اكيد اكيد احنا منا مستعجلين على فكرة حتى نصل للعصر الحديث وصدقني راح نحتاج حلقات طويلة يعني ونحنا مسافرين انا وانت مثل نقول يعني امامنا الوقت وبدنا نخلص الحلقات هاي اكيد يعني انا واخي رياض يعني مصممين انه نساوي هالسلسلة هاي كاملة ويعني بس اهالينا نحن اهالينا دول النامين بعصر الحطاط المخدوعين بالخراكة بالخزع بلاتي فيه يعني فيه شيء حقيقة واقعية غير الشيء الله بالسماء ونحن بالارض وحيطت عليك ملكين مراقبين ايش ما تساوي وهالحكي الفاضي هادا فيه شيء غير هالشيء هاد ونحن بشر وفيه تطور وفيه عدم التطور وجودنا من عدمه اصلا ماله اهمية كل هالاشيء هاي يعني رايدين فهمة لأهالينا وكمان اقتراح خيجان انه نتناول مؤسسة تدعى بأنها مؤسسة علمية موجودة في امريكا اللي هي The Discovery Institute Discovery Institute هم خلقويين وكلهم لديهم اهداف وايديولوجية دينية يحاربون نظرية التطور وحتى نبين للجمهور عمر شريف من وين عم بيجيب مصادرة هيثم طلعت من وين عم بيجيب مصادرة فاضل سليمان من وين عم بيجيب مصادرة راح نبين لهم للجمهور هذه المصادر اسماء الاشخاص اللي هم عم بيعتمدوا عليهم من امريكا شوف اللغط وشوف الازدواجية بيكفر بيقول لك مشرك بس ما عنده مانع انه ياخذ منه ويتلقي ويترجم لك يا بالعربي ويحط لك شوية يضربها بالخلاط على شوية انظروا الى الابل كيف خلقت الابل كلام بتقول كانا مراعي غنم ويقول لها هاي 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 لازم نبرجيهم ايال حاكي مابرح شو رايك خييجة يا ريت يا ريت انا بصراحة اشجع لهالحلقة هاي وانا بتمنى ناخد استراحة من نظري التطور وناخد اول حلقة بعد هالحلقة هاي بنعملها خصوصي لهالمسائلين بس هيك نقاط حضرلي اياها وانا جاهز يعني الاشخاص عندك تحكي معونا على التحكي بخصوص انا دولي انا بهمني كتير هدولي يعني منين عم بتمولوا يعني بيقولوا في احد بعتلي يضبط الصوت عنده كل شيء يا جماعة نحن فقراء جماعة فقراء بكل معنى الكلمة يعني انا شغلي تيرك وقاعد عم بحكي بهالموضوع هادا وصدقوني انا شوفير تاكسي ليس اكتر ولا اقل وما بقولوا التاكسي ما عم جيب هموة ما بقولوا عنا بالحلبي يعني يعطيك الف عافية يعطيك الف عافية تسلم حبيبي تسلم فبدنا نشوف التمويل هذا مو بس لهدول حتى جماعة المسيحيين اللي عم بيهاجموا الاسلام وفرحانين انه عم بيسووا شغلة يعني كمان نشوف الكنيسة وتبرعات الكنيسة وهالخزعبلات هاي اللي عم بيأخذوها من دمها الماس هاي بصراحة يعني على كل حال انا بتتمنى احكي بهالموضوع وبدي اياك نحكي بهالموضوع حلقة جاي وانتظرونا اصدقائي اخوي رياض عم بيعطيني الاوكي فاكيد رح نعمل حلقة تسلم خي وانا معك على نفس الخط وبشكرك انت ايضا على الجهد اللي عم تحطه لهالبرامج هذي يعني مثل ما تفضلت انت مش مجبور لكن هذي تبين طيبة قلبك وتبين محبتك وانت بتحب المصلحة الانسانية اولا واخيرا ويد بيدك على طول وامت ما بدني انا كمان من هالعين قبل هالعين يعني من ايدك هاي ليدك هاي انت تفصل واحنا نلبس حبيبي رياض حبيبي طيبة اصدقائي نحن خلصت حلقتنا والحلقة القادمة رح تكون مع نبينا سامي دريب اليوم الاحد الساعة 5 بتوقيت لندن وساعة 8 رح يكون عنا ضيف جديد من مصر الاخ كان اسمه عمر حامد فاتمنى يعني تتابعونا بهالحلقتين دون اليوم الاحد وشكرا كتير لكم واعتزار مرة تانية اعتزار شديد الاعتزار عن حلقات المبارحة يعني ما هو بيدنا بيصير انسان يعني اشياء فبضطر انه يلغي المواعيد وانا اسف كتير يعني اذا في اصدقاء استنونا او كتبوا اسئلة ونمحت مع محي الفيديو كمان شكرا كتير لك رياض وشكرا لكم اصدقائي الى اللقاء في حلقة القادمة الى اللقاء حياتي شكرا اشتركوا في القناة